بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين نبدأ اليوم إن شاء الله على بركة الله بشرح البارت الرابع اللي هو بعنوان السبوردينيشن طبعا ممكن واحد يتبادل إلى ذهن السؤال ما المقصود بالسبوردينيشن رح نتعرف عن ما المقصود بالسبوردينيشن الآن هذا كله مقدمة ما عدنا بيها أي شيء أول شغلة إحنا رح نبدأ بيها اللي هي الانترودكشن تو آدفير بكلوز آدفير بكلوز آدفير بكلوز هي عبارة ظرفية يعني شنو عبارة ظرفية أكتب يمك ملاحظة آدفير بكلوز هي عبارة عن كلمة أو أكثر هي عبارة عن كلمة أو أكثر تحتوي على ظرف هي عبارة عن كلمة أو أكثر تحتوي على ظرف طيب الظرف أحنا كلتنا نعرفه هو كأي كلمة تحتوي على الواي حتى ما تعرفه أكتبها الظرف دائما بي الواي مثلا رسنتلي الآن هاي عبارة رسنتلي هاي ظرف ليش لأن بيها الواي هذه رسنتلي أو يكون مثلا ظرف ما كان لاست ويك الأسبوع الماضي آآ رويك آفتر تمورو بعد غدا هذه كلتها ظرف يعني ما أعتقد واحد من عندنا ما يعرف شنو المقصود بالظرف إذن نعيد مرة أخرى شنو يعني آدفير بكلوز يعني عبارة ظرفية شنو يعني عبارة ظرفية شنو يعني ظرف يعني معناها كلمتين أو أكثر يدلون على ظرف بنقول رسنتلي بنقول لاست ويك بنقول آفتر هي هاد رانت هز جيب جيب إذن إذن هذي كلتها ظرف يسمونها آدفير بكلوز آدفير بكلوز آدفير بكسبرشن تعبير ظرفي سنجل ورد آدفير هزه هذي رسنتلي ظرف لاست ويك هذي ظرف آفتر هي هاد ركت هز جيب هي آدفير بكلوز يعني هي ظرف يعني عبارة ظرفية يعني أنا هسته مثلا لو قلت لك يستردي هذا ظرف إذا قلت لك على سبيل المثال آفتر يستردي بعد غدا هاي عبارة ظرفية يعني العبارة ظرفية هي كلمتين أو أكثر طيب هذا بالنسبة لي الظرف زين حس واحد ممكن يسألني قبل شوية قلت لك شون يعني السبورتنيتين سبوردينيشن أو سبورتنيتين كونجيشن شون يعني سبورتنيتين كونجيشن شون يعني السبورتنيتين كونجيشن السبورتنيتين كونجيشن هي عبارة عن أدوات وكل أداة لها فائدة أو لها معنى يعني مثلا هسا أنا باللغة العربية مو بالانجليزي إذا قلت لك شون يعني كانوا أخواتها شون يعني كانوا أخواتها باللغة العربية راح تقل لي أستاذ هاي هذنه أفعال ناقصة كان وأصبح وإلى آخره تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لها يعني هذا حاجة باللغة العربية باللغة الإنجليزية أم لغة هذه هم ذلك كذلك أيضاً إلها قوانين وإلها نظام وإلها حاجة فهنا شون يعني سابوردينيجين شون يعني عدنا كنا وأخواتها أيضاً عدنا سابوردينيجين اللي هي الأفتر والآز والآز لونقاس بس هاي يعني كل وحدة لها استخدام شون ما عدنا مثلاً أصبح تفيد لصباحي صارة تفيد للتحويل نفس الحالة عندك الأفتر هاي تستخدم للوقت وعندك هاي المجموعة وكلتها تستخدم للوقت هذول جماعة التـ interpretations وهذول جماعة الـсем وهذه الجماعة الريزين اللي هما الـ because we sense واللي عندنا الـ purpose اللي هما الـ so that and order that وعدنا الـ manner اللي هما الـ as والازف والـ as though وعدنا كذلك الـ contrast وكذلك عندنا الـ conditions اللي هي الحالة وكذلك عندنا الـ result اللي هي للنتيجة هذي النيستاب لازم نحفظهن؟ ايه والله لازم تحفظهن مثل اسمك لازم تعرف يا هي ما الوقت ويا هي تعرف يا هي ما المكان ويا هي تعرف يا هي الغرض ويا هي التناقض ويا هي النتيجة هذا كله لازم ينحفظ مثل اسمك وهذا انا اسوي بامتحان انا دائما كل طلابي اي طالب يدخل يمي كورس او انا درسه في الجامعة بهذا المنهج اقول له يابع عندك امتحان يلا انا يبلش انطيه اقول له اكتب لي مال الـ time ويا هنا مال الـ place ويا هنا مال المنى زي الساب ما اقول له ذني هك مهمات سأل احنا نعرفهم ذني اوكي تمام ادري بيك تعرفهم ونعم ذني مهمات ولازم تعرف يا هنمال وقت ويا هنمال ضروري جدا وراح ناخذ اداة اداة بالتفصيل المهمة طيب زي النقطة الثالثة اش قال لك اقول لك من المهم ان نتذكر تتذكر شين يعني قواعد التنقيض يعني علامة الاستفهام if the adverb close طبعا هذا الحد شيء يعني ملاحظة مهمة لازم ناخذها الملاحظة تقلب خلينا نكتب ملاحظة كلش مهمة اذا جاءت ادوات الربط اللي هنه سمناهن subordinating subordinating conjunctions اذا جاءت هذه الادوات في بداية الجملة اذا جاءت هذه الادوات في بداية الجملة اذا جاءت هذه الادوات في بداية الجملة سوف نضع فارزة سوف نضع فارزة بين الجملتين بين الجملتين سوف نضع فارزة بين الجملتين ملاحظة اخرى خلينا نضيفها الجملة التي تحتوي على اداة الربط يعني هاي الجملة اللي بيها اداة الربط سواء اذا كانت بالبداية او الوسط او انها مو مشكلة الجملة اللي بيها اداة الربط نقول عليها depending clause depending clause يعني جملة غير مستقرة او غير مستقلة عفوا الجملة اللي بيها فارزة غير مستقلة جملة 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 الاولى سوف نقول عليها السلام عليكم سوف نقول عليكم السلام سوف نقول عليها انت بي طالق لا طالق لا لا طالق لا طالق طالق انا من شنا الطفل ايه شن يعني انت من شنا الطفل المعنى مو واضح ها المعنى مو واضح واضح المعنى لذلك احنا قلنا عليها independent clause يعني جملة ناقصة نكمل الملاحظة احببت افلام انا احببت افلام او انا احببت افلام احببت افلام طيب الآن احببت افلام الكارتون المعنى مو واضح اذا هاي الجملة الثانية راح اقول عليها independent clause شن يعني independent clause يعني جملة مستقلة جملة الهكيان ها امرتبة كاملة independent clause يعني جملة مستقلة جملة مستقل استقلال يعني واحد يعني ذات معنى تنطين معنى انا احب افلام الكارتون انا احب جامعة بغدال انا احب افلام الرعب انا اكره افلام الرعب اذا ذات معنى بحس منها وكل وان جملة ناقصة اذا هذا هو المقصود بالجملة الناقصة والجملة الكاملة نعيد مرة اخرى احنا اخذنا اخذنا باللغة الانجليزية ايضا عندنا مجموعة من الادوات وكل واحدة هنا قاعدة مثل ما احنا عندنا كانت تنفع الاول وتنصب الثاني ايضا ستعمل بعض القواعد طيب فقال له فقال له فقال له فقال له جملة الثانية الاخرى بعد الفارزة جملة اخرى ستكون جملة مستقلة اخرى ايضا مثال عليها شوف يقول لك بعد ان ارى دروغالا موفيز بعد ما انا شفت فيلم دروغالا طبعا هذا الوانس هاي الادات من علاقة بها الوانس ليش شل السبب بوع العلد ان هنا عندك وانس هذا مو منذ من هاي الادوات مل علاقة بها اذا استاذ الوانس فان ملك علاقة بها طالما ما موجودة عندك بها الادوات خليك بحالك لا تتحرش بنات العالم هاي الادوات مو حلوات مو حلوات ناس اهل اخلاق مان لك علاقة بها لونس عوه مان لك علاقة بها عندنا افتر اي هاد سين ادرغالا موفي اي هاد اي هاد انات ميه يعني معناها كابوس يعني خليقل خربطة بالاحلام بعد ما اشاف افلام الرعب هذا اي صار احلم باحلام الرعب الآن مثل ما اتلاحونا الافتر اجتك بالبداية بداية الجملة يعني مو مو يعمني عاد مو الا بالبداية بالبداية بس هي بالبداية يعني مو بالنص اجتك الافتر بالبداية الفارزة خليناها بالنص الجملة مات الافتر اللي بيها افتر طبعا افتر موجودة من ضمن هاي الادوات اللي اخذناها وهاي الافتر راح اسمها هاي جملة اسميها اذن دمين الجملة الاولى افتر اي هاد سين هذا راح اسميها دبيند كلوز لان المعنى موتا والله بعد ما انا شفت افلام الرعب اوكي ولا ما شفت افلام الرعب ما ندري اذا معنى ناقص اذا هذه راح اسميها دبيند كلوز الجملة الثانية راح اقول عليها اي هاد انايتمير يعني اني حلمت بكوابيس انا قعد اقول لك سلام عليكم اخوان شونكم اخباركم والله الحمد لله والله يا اخوان صراحة اليوم انا حلمت احلام كوابيس المعنى تام نعم المعنى تام انا حلمت احلام كوابيس انا اكل الدور انا اكل الدور انا اكل الدور اذا عندي معنى اذا اللي عندي معنى دائما اسميه اسميه ننخذ جملة او ملاحظة اخرى نجي الجملة الثانية الملاحظة الثانية ايضا مهمة لازم نكتبها باللغة العربية يمنى او بالدفتر يمنى بالكتاب او بالدفتر if the odd verb close follows independent close كما is not needed طبعا هاي ممكن يجيك براغ صح و خطأ اختيار عادي النقطة الثانية دقولك اذا عندك اداة الربط اجدتك بالنص ما راح نخلي كومة الكومة not needed ما نحتاجه شكرا اما حاجده سيا proven ما ماذا يا الم ما o ياppo متبت言 كم يسمع دائما كان سيا سيا من constitu المتصب مني تريد تفهم جملة أو تريد تحل جملة سواء بالتحضير أو بالامتحان نصيحتي لله لله هو من عندي أخوان بغض النظر عم كل شي باكرة صررون أساتذة باكرة صررون إن شاء الله أساتذة جامعات طلاب مهندسين أي عمل أنت تشتغل بحياتك نصيحة جملة اللي أنت تريد تفهمها أو تريد تستوعبها أقراها أكثر من ثلاث مرات أربع مرات هاي كفرة القراءة راح خليك تستوعبها تفهمها تفصلها للجملة ماي ماذا ود نطلت مي تشتغل بأفلام دروغالا لأنها جعلتني أحلم بالكوابيس أعطتني كوابيس بس إحنا ما نترجم ما أعطتني لأن العطاء لازم فيتشي تعطيك يا لبنية خلينا نقول جعلتني أحلم بالكوابيس طيب الآن إحنا عدنا الأداة بيكوز هاي البيكوز هي الأداة الربط موجودة من ضمن هاي الأدوات وين هاي أستاذ ماكو؟ البيكوز ماكو أستاذ لا والله هاي وين هاي موجودة البيكوز حلو إذا طالما عندي بيكوز هاي الأداة زيه أستاذ شو ما خلينا فارزة بالنص؟ والله كلامك صحيح وأني حقك علي بس أعطيتك ملاحظة مهمة قلت لك البيكوز الأدوات ذني إذا أجدتك بنص جملة بالنص ما راح نخلي كومة لأن هن صار نكومة هن صار نكومة هذا كل ما موجود بالنسبة للموضوع الأول هسه راح نبدي بثمانية to one to eight to eight to one adverb closes subordinating conjections of time راح نحتي عن ظروف time عن الوقت اللي يدلل عن الوقت طبعا من يدلل عن الوقت ذنوان هنا خذناه لكتلكم عليهم الافتر الحاد الوائل هذول كلهم عن ال time حلو طبعا هنا منطق أمثلة أنفك مرة أخرى وذكرك وأقول لك بيهن after it had stopped snilling I went outside الآن هاي الجملة طبعا مثل ما تلاحظون الافتر هنا جتنا بالبداية جملة الافتر راح أقول عليها depending and close فارزة بالنص أخلي الجملة الثانية راح أقول عليها in depending and close نفس الحالة جملة البقية نجعلها جملة I will never like the snow as long as I live طبعا as long as معناها طالما as long as معناها طالما لازم نحفظ المعنى مارتها بالعرب مهم جدا ومثل ما لاحظة العدات موجودة بالنص طالما موجودة بالنص أول ملاحظة when indicates a specific point or time in a period إذن أول أداة عندنا هي الوين الوين تحشي لي عن وقت عن وقت أو فترة محددة هاي أول أداة when I met my room mate I liked her immediately بنيا قاعد تحشي تقول أنا ما شفت زميلتي كلش حبيتها قبل حبيتها إذن الوين هنا تحدثت لي أو حتشت لي عن الوقت عن time هاي الوين ومثل ما نلاحظ أن الوين أجتنا بالبداية وراها وآخرنا الجملة اللي مات الوين راح نقول عليها dependent الجملة الثانية راح نقول عليها independent ما كو أي شي جديد ما عندنا أي شي جديد نفس الحجة نفس المعلومات اللي أخذناها أستاذ شون تجيني بالامتحان الأستاذ ممكن بالامتحان يجيب لك على سبيل المثال يقول لك أنطيك الوين ويقول لك أريد عليها مثال أو ممكن يجيب لك الوين يقول لك يجيب لك جملة ناقصة أو بدون أداة يقول لك استخدمي الأداة بس أنت من تستخدم الأداة لازم تخلي فارزة وترتب الحل مالتك بحيث يصبح حل مرتب ودقيك مثل الحجة ومثل الملاحظات اللي أخذناها ما عندك أي شي جديد زينستاذ هذا سهل معقول يجيك بالامتحان هايتي نعم معقول يجيك بالامتحان هايتي بس هو ما راح يجيب لك ياهتي لان هو راح ينطيك 16 قاعدة 16 ملاحظة بس إحنا راح نعرف مثلا هو راح يقول لك انطيني عن الوقت مثلا يقول لك انطيني عن الوقت هاي لازم تعرفها واكو ملاحظات أخرى ايضا راح ناخذها وراح ايضا نحل التمارين وحدة وحدة just is often used before word as and when ملاحظة مهمة ملاحظة رقم 2 يقول لك عندنا الجست دائما هاي كلمة تستخدم ويا الاز والوين ملاحظة خلينا نكتب يعني دائما من نشوف just دائما ورد just يجينا الاز والوين هاي الملاحظة اللي يريد يقول لك ياه he arrived just as just as just as just when just as just when just as just when مثل ما اللحظة نجي على الوقت طبعا الوقت 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 تحكي لك عن وقت تم مزامنة مع وقت وقت آخر يعني معناها حدثين يصيرون مع بعض يعني تسلسلات حدثين يصيرون مع بعض هذا الجملة اللي هذا بالاصفة يعني ما يقول لك حفظ 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 يعني حاور يتركز عليه تفهمني يقول لك we were waiting inside بينما احنا كنا يعني متزامنات يعني خلي نقول وحدة وية الثانية وحدة قدام الثانية وحدة وحدة برا بينما نتظرين داخل البيت our friend كان موقع و لا يريد أن تكون رحلة مرتين أم كان صديقنا ينتظر مرة أخرى إذن حدثين متزامنات يعني واحد مع الثاني إذا من يصير حدث ثاني سوف نستخدم الوائر شوف الوين حدث بعد حدث حدث بعد حدث يعني ما قال لك؟ وقت محدد من انا شفت زميلتي انا حبيتها ممكن يجيك بالامتحان اختيارات هسا هنا يقول لك الوين لو الوائل عندما اتت معي رومتس انا حبيتها بينما انا شفت زميلتي حبيتها لو عندما انا شفت زميلتي حبيتها اكيد هنا راح نقول لوين وهي الجملة الثانية يعني على المعنى نقدر نحل فانت هنا لازم تقرأ الجملة لازم تقرأ معناهم تطلع عليهم تكتبهم مرتين ثلاثة تعب نفسك شوي نجي رقم اربعة ملاحظة رقم اربعة ونفر مفردات اللي هي ونفر احنا مقلنا لوين تجمع الوقت او مع مدة زمنية يعني حدث مع حدث حدث بعد حدث نقطة محددة في زمن هايلوين ونفر نقطة غير محددة يعني زمن ولكن نقطة غير محددة من اقول ونفر هي ايضا على الوقت ولكن نقطة غير محددة مثلا ونفر اي تنظر الذكريات دائما جيدة طبعا هنا شلون اعرف انه هو هذي وقت غير محدد هنا اش قايل لي هو قايل لي Always good شوني معنى Always good شوني معنى Always good قال لي Always good هنا الوقت ما حدده يعني معنى دائما جيد اذا هذا الوقت مفتوح اذا انا ما اعرف هذا الوقت اي وقت هذا بالضبط ما اعرف اذا هذا مفتاح الحل دليل على انه جملة ونبر من قالت immediately حالا يعني الان اذا حددت وقت من حددت وقت استخدمنا الوين من ما تحدد وقت راح نستخدم ونبر حددتنا الثانية we were roommates we had a great doing all sports of crazy when we were من احنا كنن we were من احنا كنن زملاء حددت الوقت طالما حددت وقت من كنن اصدقاء من كنن اصدقاء يعني معناه وقت هذا محدد احنا من كنن اصدقاء اذا هذا وقت محدد بينما هنا قالت always good وقت غير محدد اذا راح نستخدم ونبر عندك كلمة او عبارة until until indicates from unknown point in the past طبعا ال until تستخدم مع الماضي ووقت غير محدد من اركز عليها ماضي وقت غير محدد ماضي وقت غير محدد ماضي وقت غير محدد my roommates and i continue to live together until she got married ماضي حتى انها تزوجت ماضي يعني شنه معنى هذا يقول until indicates from unknown point in the past to something that happened يعني معناها من نقطة بداية غير محددة ها الى نقطة محددة يعني معناها احنا احنا بدينا من نقطة غير محددة انا اجيه يقول my roommates and i بني قاعد تحت عن نفسها بزميلة تقول احنا اصدقاء احنا مستمرين بالصداقة او كنا اصدقاء حد ما تزوجت هل اعرف متى بدأوا الصداقة عرفت بهذه الجملة شو كنت بدأوا الصداقهم انا ما محدد له اذا بهاي الجملة راح اقول ليش استخدمت الانتر طبعا اكيد معناها لغاية او لحتى انتر حتى تزوجت حتى انتر طبعا جملة ماضي احنا ذكرنا ان انتر تستخدم مع الماضي ونقطة بداية غير معروفة يعني هم كانوا اصدقاء الحد ما تزوجت يعني بمعنى اقدر انضيكم جملة احلى وعبارة احلى خلنا نقول الانتر تستخدم مع نهاية حدث معين انتر حتى يعني بمعنى انه راح يكون نقطة حدوث شيء نقطة حدوث شيء الانتر تجي مع نقطة حدوث شيء الان احنا جننا اصدقاء وعايشين مرتاحين الانتر راح تزوجت وعافت زميلتها وحيدة اذا هنا شنو صار حدد صار قد شيء شنو الشيء انو هي تزوجت حتى لو ناخد جملة اخرى هم نفس الحالة هم راح يصيرك متحدد يعني مثلا على سبيل المثال وي وير اتنق دانر انتل شيء شيء بروك دا وندو انتل ماي براثر انت بروك دا وندو احنا دانتنا ظلنا متلاقيقين دانت رايق الحد ما اجاء اخوي وكسر الشبا اذا صار حدث شنو الحدد شبا تنكسر نحن نعيش من بغداد كنا نعيش من بغداد حتى 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 نحن نعيش من بغداد حتى حتى انتل يكون بها حدث الفدج يكون بها حدث يكون بها حدث داعم meetings يتستخدمك مع الماضي يعني لا معقولن استخدامк sen انتل ملاحظة أن الأفتر مثلا عندك يعني إذا جملة بها مستقبل الثاني يحط لها مضارع يعني أكيد الشيء هذا واقع يمكن أن تخذوها يمكنهم إذا جملة وحدة مستقبل الثاني سوية مضارع يعني إذا هي مضارع وحدة مضارع أو وحدة مستقبل يعني سأقول بعد ما أنا أنجح من الجامعة أنا راح أتعين بعد ما أنا مثلا أنا ما هو السعيد أنا ما راح أتعين إن شاء الله تعينون كلكم وتحصنون أفضل الشغل وأفضل الطموحات والنجاحات طيب مثلا على سبيل المثال أنا أب بعد أن أحصل وظيفة أنا راح أتزوج بعد ما أنا يصير عندي فلوس أنا راح أشتري سيارة إذن الثاني الثاني أو البيفور يعني وحدة إذا جملة مضارع وجملة مستقبل يجب أن يفهمها عن تعقلك دائما إنه مضارع ومستقبل بعد ما أنا أخرج سأتعين 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 بيفور يعني إذن الثاني الثاني شوف وحدة مضارع وحدة مستقبل وحدة مضارع وحدة مستقبل and the adverb clause started with sins it's a verb it is the verb and the symbol past if the verb written in action start to finish the present first and continuous or past to use in the definite طيب طبعا عبارة sins هنا ركزوا لي عليها دائما إذا عندك sins بالجملة إذا عندك sins بالجملة sins دائما يعني في غالب الأحيان تستخدم مع المضارع التام اللي هو have وتصريب ثالث دائما مثلا my roommates has been مضارع تام يعني مثلا has been sins تستخدمها مع المضارع التام ظفولة ملاحظة أخرى خلينا نضيف ملاحظة أخرى أيضا مهمة هذه الملاحظة شوية هي عامة بس كل يش راح تستفادون من لعدها إذا كان الفعل يحتوي أو إذا كان معنى الفعل يدل على الاستمرارية إذا كان معنى الفعل يدل على الاستمرارية خصوصا مع sins خصوصا مع sins خصوصا مع sins إذا كان الفعل يدل على استمرارية خصوصا مع sins فسوف نستخدم الفعل بزمن التام المستمر بزمن التام المستمر بزمن التام المستمر بزمن التام المستمر سوى واحد يقولي شنه يعني تام ومستمر يعني معناها تخلي have و has وبين وفعل ب-ing have و has have و has وبين وفعل ب-ing have و has وبين وفعل ب-ing يعني مثلا ه HAS mean eating الان هنا لش غاليا لينه هاز وبين لينه فعل باستمرارية شنه يعني استمرارية اسطاب هسا vire بس هشرفلكم شنه المقصود بالاستمرارية دقيق طيب قبل لا راح نتقلي للاستمرارية خلينا نعرف شنه يعني التام المستمر يعني have أو has وبين وفعل ب-ing يعني مثلا يعني معناها تخلي كتبها يمك طيب هسه 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 نجي شن يعني استمرارية رح أقول لك معناها أخوان الفعل يدل على استمرار استمرارية قبل لا أشرح لك بعدك رح أسألك سؤال وريدك أنت تجاوبني يعني أنت بعقلك تجاوبني طيب الفعل مست اللي هو معناها اشتاقيت أو فقدت افتقدت فقدت أو ضيعت مثلا أنا من أقول I missed the boss يعني الباص عافني مثلا ومن أقول أنا دا أكل دا أتعش دا أكل فريد معزوم على دولوين معزوم على وجبة مرتبة أي الفعل يحتوي على استمرارية أكثر الباص عافني عافني أنا دا واقف على السارع على الشارع والباص عافني خطف قدامي الباص وعافني لو أنه أنا دا أكل خلي نقول وجبة مرتبة طب إذا الفعل اللي راح يحتوي على استمرارية هو الأكل إذن من المعنى نقدر نعرف الأكل فعل بي استمرارية طيب مست فعل ما بي استمرارية المست ما بي استمرارية فهذا المقصود بالفعل اللي بيه استمراريه والفعل اللي ما بيه استمراريه نبدأ ان شاء الله اليوم بـ الـ راح نحكي هسه عن اللي يحكي عن اللي احنا نقول عليه هن اللي هن المكان طيب شنه هي الظروف اللي تتكلم لك عن الظروف عن الظروف المكان طبعا احنا عدنا الـ وعدنا الـ هذان كلمتين نستخدمهن للمكان فمثلا when means من نقول where means a definite place شنه معنى definite place يعني مكان محدد من اقول يعني شنه من اقول يعني الـ معناه المكان اللي انا اعرفه أو اللي بيه يعني محدد هذا المكان محدد أبل المثال يقول I prefer to love where the sun shines أنا احب المكان الـ where استخدمي الـ where the sun shines المكان الذي تلمع فيه الشمس المكان الذي تشرق فيه الشمس إذا حدد المكان نعم حدده من قال لي the sun shines لو ما محدده لو ما محدده لو ما محدده كان قلت wherever الجملة الثانية قايل لك whenever means any place تستخدم whenever أي مكان قايل لك wherever where it is sunny وينما هي مشمسة أو دافئة I am happy أنا سعيد هل محدد المكان لا ما محدد لي المكان مرة أخرى where where مكان محدد where wherever مكان غير محدد where never مكان غير محدد هذا هو where وهذا هو where زين نجي عدنا هذا تمرين طبعا على هذا الموضوع يقل لنا complete the sentences with where or wherever كمل لي هذا with where or where ever طبعا هذا تمرين المفروض هو الطالب يحله نحن راح نحل عليه مثال و put the package ضع الأمتعة wherever where where you want wherever الان الان ما محدد المكان but wherever you want المكان اللي انت تريده اذا هذا ما محدد اذا راح اقول wherever ليش wherever لان المكان غير محدد لان المكان غير محدد الحلول هذي كلتها موجودة عندي وكاملة وحلول نموذجية بس انا ما حب انطحل اريد الطالب هو يحل هو يبحث هو يتعب نفسه شوية مو كل شي جاهز بعدها نحل هذا التمريج نبدى هسه بال سببورت نايتن كونجيكشين of reason and purpose راح نحتي عن ادوات الربط اللي تستخدم للسبب والبربط اللي هو الغرض يعني الغرض من ذلك الشيء اول ملاحظة من طين اياها قال لك the subordinating conjections because and sins introduce the reason for situations expressed in the independent clause sins will be cause يستخدم لإعطاء سبب أو لإعطاء سبب للجملة المستقلة ينطن سبب للجملة المستقلة اللي هي ال independent clause هاي ملاحظة مهمة يا بترى ال because and sins تنطيق لك سبب لل ال independent clause ال independent clause هسه راح نيجي the subordinating conjections of reason the current and sins and the because وهنا ينطن بسبب my brother are studying in California because they do not like snow اخواني يدرسون في مدينة بغداد ليش؟ ليش يدرسون في بغداد؟ هم لين من البصرة وما يحبون الجو الحار فراحة وين البغداد؟ فهاي بالضبط يعني احنا مذكرنا مذكرنا بأنه أنا عندي هسه because they studying like they do not like snow هسه هاي الجملة هي dependent لو independent حلو إذن because they do not like snow هاي الجملة dependent هاي الجملة مستقلة ذات معنى هاي الجملة الأولى من قلت من قلت because they do not like snow هذه هي جواب للسؤال جواب للجملة الأولى إذن الجملة الأولى راح تجيني الوراهة راح يكون جواب الوراهة يعني جملة because هي جواب سواء because إذا أجتني بالبداية أو بالنهاية أو بالوسط هي دائما جواب يعني هي سبب خلي نقول عفوا سبب وليس جواب يقول since it is so beautiful here لأنه هنا كلش حلو جو my berries are going to move since it is are going to move يعني هذا وينك منطق هي شيء لأن beautiful there there نعم لأنه لأنه كلش الجو جميل هناك my berries are going to move سينتق الوالدية إلى هناك والدي أبوي وأمي راح يسافرون لغير منطقة لأن هناك المنطقة أجمل إذن وين السبب أو شنو السبب الرئيسن الرئيسن behind that هو since it is beautiful there يعني دائما جملة or because هي السبب هي السبب هي دائما السبب يعني دائما السبب يعني دائما السبب ينطقيها بالجملة مالة أداة الربط my brother are studying in California because they do not like snow إذن إذن السبب دائما يكون وي أداة الربط ومثل ما نحن نعرف السنز جتني بالبداية خليه تبين نس كومه وإلى آخره السبب السبب لأن الدرجة كانت ضعيفة إذن هنا سنز هي للسبب ولو للوقت هنا دلالة عن الوقت عن السبب عفوا عن السبب عن الريزن لماذا أخذ الدولة ثانية؟ لأنه أنا رسبت بالامتحان كان يدرس كان يدرس منذ أن بدأ الكورس الجديد من عندي بيقان؟ بدأ مفتاح الحل هو بيقان الجملة الأولى مفتاح الحل was so low درجته كانت كل شي ضعيفة بما أن درجته ضعيفة إذن هنا دلالة على السبب أما الجملة الثانية بيقان مفتاح الحل إذن السنز هي دلالة عن الوقت بيش من عرفتها من بيقان يبدأ أن هي دلالة عن الوقت ملاحظة رقم الثلاثة The sub-partonating conjection saw that and in order that are similar in the meaning to in order to and show the purpose for the action in independent clause طيب شنه معنى هذا الكلام The sub-partonating conjection saw that عبارة saw that عبارة saw that saw that و in order that هاي saw that هاي saw that and in order that و in order that are similar in meaning to in order to نفس الشي تشبه معنى in order to أعتقد الكلام واضح أعتقد الكلام واضح معظلك رح عيده مرة أخر رقم 3 The sub-partonating conjection saw that and in order that saw that و in order that متشابه بالمعنى لكلمة in order to saw that and in order that ذنني بناتعم حسنا حسنا هذا يشبهن بنتعمهن الثانية اللي هي in order to و ليش لأنهن they show the purpose لأنهن ينطن الغرض لأنهن ينطن الغرض مو ينطن السبب ينطن الغرض الغرض من ذلك الشيء الغرض يعني ورا السبب أنا عندي السبب الغرض من ذلك السبب الغرض من عنده My parents are going to move to California أبويا وأمي رح ينتقلون لالكارفونية So that الغرض من ذلك ليش ليش لا يشن الغرض من ذلك They can be closer to my brothers حتى يرحون هناك على مود إخواني اللي شدتم مقبل شوية قالوا راحينا على مود الجو حلو أيا الكلاوتشية لعددتك طلحت مو على مود الجو راحينا على مود الإخواني على مود أولادكم زين عيني فهنا طبعا الظاهر الجماعة هنا كلاوتشية وأهل الدروب إذن احنا عرفنا بأنه عبارة So that انطتني معنى In order 2 شنه معنى In order 2 شنه معنى سودات حتى تبين الغرض من ذلك الشي لذلك معنى إذن أبويا وأمي راحوا الكارفونية لغرض أو لأن لغرض أن نكونون قريبين من أبويا من إخواني إذن سودات معنى In order 2 لكي حتى حتى يكونوا قريبين من إخواني اللايا has advised my parents about selling their business المحامي نصح أبويا وأمي أنه يبيعون بيتهم أو بيعون عملهم In order 2 شركتهم حتى يتجنبون المشاكل القانونية ضرائب وإلى آخرية إذن عبارة In order that أنططني نفس In order that أنططني نفس معنى In order 2 أنططني نفس معنى In order 2 إذا جابني بالامتحان In order 2 قال لي استبدلها بإداة ربط أخرى أقدر أقل له So that أو أقدر أقل له In order that نفس الشي بدون ما يختلف أي معنى أي معنى أنطيني ملاحظة يقول لك يا أخي العزيز هاي معلومة في ذاك ترى In order 2 وال So that وال In order that ترى نفس الشي أي وحدة تستخدمهم بالثانية ترى ما يكون مشكلة هاي ملاحظة اللي يريد أنطيني يوهم رقم أربعة The subordinating conjunctions So that usually followed by model auxiliary ملاحظة كلش مهمة من تجيك السوذات ملاحظة مهمة من تجيك السوذات دائما نخلي وياها أدوات auxiliaries اللي هن ال can وال could وال may وال might وال will هاي ملاحظة جدا 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 مهمة كلش مهمة من تجيك السوذات خليلها model auxiliaries ال can وال could وجماعتها ال can وال could وجماعتها ال can وال could وجماعتها هاي ملاحظة كلش مهمة طهيب مثال عليها We make our airline reservation early so that we can اذا السوذات اجتني قبل اخذنا وياها ال can اخذنا وياها ال can اخذنا وياها ال can اهنا اخذنا ال can لأن عندي سوذات او اقدر اقول could should would ذني كل الأفعال الناقصة راح نستخدم ال can راح نستخدم ال can سوذات اهنا بهاي السياق بهاي السياق بهاي السياق نجي رقم خمسة I mean the subpruntinating conjunction in order that has the same meaning as so that اذا النفس المعنى ما هو يعني in order that هي نفسه so that مثل شم الفرق But it is more or less formal ولكن شوية مو رسمية يعني يعني So in order that شوية مو رسمية يعني يعني ما نستخدمها بالكتب الرسمية وبين الجامعات وبين الدول ما يستخدمون in order that يستخدمون as that يستخدمون as so that طبعا وملاحظة أيضا مهمة in order that دائما يفضل أن تجينا وياها الميت الميت والمي أيضا ملاحظة مهمة هذه الملاحظة لا تركزوننا عليها بقدما لازم تركزوني على عبارة in order that تجينا وياها المي ونركز على عبارة so that تجينا وياها ال can وال could والمي والميت وال will يعني so that تجويها كل الأفعال الناقصة so that بس in order that دائما يجينا وياها المي والميت هذه in order that تجويها مي ون هذه so that تجويها can could وإلى آخر وإلى آخره ما عندنا بعد شيء عندنا أيضا so أيضا هي تعتبر أداء من أدوات الربط we made airline reservation early so we would sure offset طبعا هي so استخدمت بالنص اللي قبل هيكون independently close اللي وراها independently close ما رح نخلي فارزلين جتنا ذات الربط من نص عدنا تمارين الرابع اللي هو أيضا طالب ما عندي بهذا تمارين بعض الأمور طبعا هذه الأمور راح نناقشها ونتكلم عليها مع التمارين اللي أخذناه بالمحاضرة الجاية إن شاء الله إذن نكمل عدنا اللي احنا رح نحتي عن ظروف الحال طبعا ظروف الحال يعني هنه كثيرة احنا رح نبدي بأول وحدة واللي هي لاز طبعا ال�از وحدة من ظروف الحال ظروف الحال مثلا عدنا the supported the supported the supported means the way معناها الطريقة يعني شو نقول الطريقة يعني حتى إذا تريد تأكد أو تريد تعرف نستبدلها الكلمة بعض نستبدل كلمة آز بطريقة مثلا هذه الجملة الثانية you did not do the report أنت لم تفعل أو لم تقم بالبحث التقرير as I had showed you بنفس الطريقة التي رأيتك إياها إذن آز بنفس بنفس الطريقة إحنا قلنا بنفس the same way معناها الطريقة the same way in California في مدينة كارفورنيا ولاية كارفورنيا we can enjoy the beach نقدر نستمتع بالشاطر as we used in Florida بنفس الطريقة التي نستمتع بها في ولاية أو في مدينة فلوريدا إذن بنفس الطريقة إذن الآز هنا شنو معناها؟ معناها هنا بنفس الطريقة بنفس الطريقة هذا هو معناها فإذن مرة أخرى الآز هنا معناها بنفس الطريقة وهي ظرف منر معناها نفس الطريقة بالعربي بنفس الطريقة وهي ظرف حال وهي ظرف حال طبعا ضروري جدا نعرف بأنه هي معناها بنفس الطريقة وهي ظرف حال ها أركز عليها ترى ترى مهمة طيب ليش مهمة؟ أسرح تعرف ليش لازم تعرف هذا الشيء لأن الآز مرة تجي بمعنى وقت وصلت هم وصلوا عندما أو بينما أنا غادرت إذن هنا معناها بينما يعني صير أقول هم وصلوا بنفس الطريقة أنا غادرت يعني ما راهم مو راهم مو راهم المعنى هنا فبالنسبة لي الجملة اللي قاعدة يشوفونها قدامكم الآز هنا الآز ليست ظرف مانر ظرف تايم إذن الآز هنا إذن الآز هنا إذا نستطر شو أنا أعرف أنا بيناتين أكيد من المعنى راح تعب يعني ما معقول الاراي في الوصول يدل علي من على التايم مستحيل بينما من أقول ويدو ذريبورت يعفع على الريبورت هذا مو وقت هذا طريقة نفس الطريقة انجوي ذبيتش طريقة يعني نفس the same way هذا أن الأمثلة لازم نقراها ونركز عليه زين شن المطلوب من عندي اللي أقراهنا لازم أعرف بين الآز هي ظرف مانر ومعناها بنفس الطريقة ولازم أفهم أن تبه على الجملة يعني مثلا منيجيب الجملة خارجية يقل لي I I travel to to India as my father graduated or my brother graduated يعني أنا سافرت للهن بينما تخرج أخي إذن أخوي تخرج وأني أثنى هذا الحج أنا رحت للهن إذن هذا وقت هذا مو منع مو منع طيب إذن ثاني ملاحظة بخصوص هذا الموضوع طيب والآزف بالأخوص والآزف 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 رفير بالأخوص بخصوص سافرت بالأخوص عن مظهر شيء تتكلم عن مظهر شيء خلينا نكتب ملاحظة الآزف والآزدو تتحدث عن أو تصف مظهر شيء طيب كتبنا ملاحظة نأخذ عليها المثال نأخذ عليها المثال المثال يقول My brothers swim as if they were fish أخواني يسبحون إحنا شو نقول عليها تقول سمتة يعني هذولا يسبحون مثل السمتة إذن مظهر أو شكل السبح مالتهم كشكل السمكة إذن هنا يخص الشكل إذن الموضوع هنا it is about the shape or the appearance of something مظهر شيء معين شكل الشيء معين إذن كيف الشكل السبح مالتهم فشلون يسبحون هما كيف يسبحون مثل السمكة إذن هذا الشكل مثال آخر في كاليفورنيا في كاليفورنيا I would feel as though where alive again في كاليفورنيا أشعر وكأنني أشعر وكأنني أولد أو أعيش حياة جديدة وعياة أخرى حياة أخرى إذن كيف تبدو الحياة أو كيف يبدو الشعور في كاليفورنيا أخرى في كاليفورنيا يبدو مثل الحياة الجديدة يعني المظهر المظهر شكلها تشبه الحياة الجديدة إذن الموضوع يخص الشكل أو يخص التشبيه يعني على أقرب حد مثلا you look as though you know each other والله مبينين واحد يعرف الثاني إذن يبينون إذن شونا نقول يبين يبين تقول يعني أقرب بخص الشكل أو خص التشبيه تشبيه شيء you look as though you know each other والله مبينين واحد يعرف الثاني يعني شكلكم شكل الكلام مالتكم وطريقة التحدث يعني المظهر مالتها أنه أنتم واحد يعرف الثاني إذن الas if والas though تخص المظهر تخص شكل معين يعني تخص شكل أو مظهر في معين هنا شوية عندنا ملاحظة يقول عبارة الas if as though may be possible or may be untrue يعني عبارة as though و as if هذين الاثنين حتشين عن هذين الاثنين يقول هذين الاثنين يعني خلي نقول عليهم شوية مو دائما يتكون عبرا عن الحقيقة يعني مرات يحشن عن شيء غير حقيقي أو شيء محتمل الحدود تبدو تبدو و كأنها ستمطر يعني هي من المحتمر تمطر إذن أنا ما متأكد إذن من عبارة الاثنين يعني شوية مو كل شبهة حقيقة يعني مو كل شبهة حقيقة يعني بيها احتمالية و راح نأخذ أمثل عبارة عبارة شايفت لك شبح عبارة شايفت لك شبح حقيق إذن هل هي قابلية صدق شاب شبح لا بس تشبيه دائما أشبه الشيء عظيف 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 إذن هي ما شاب عظيف بس و تبدو كأنها رأت شبح تبدو كأنها إذن الموضوع يعني ما بحقيقة يعني بإحتمالية يعني شونا نقول يعني تشبيه هو تشبيه مرات ممكن يكون يعني يعني ممكن الحدوث مثلا إت لكس أرزم إت لكس غيوم يعني موجودة أشوف غيوم أنا بالسماء أقول يعني إت لكس أرزم تبدو وكأنها ستمطر تبدو وكأنها ستمطر إذن يعني هي الفكرة أنه إحنا نتكلم عن احتمالية فلازم ركز ملاحظة مهمة أن الآزف الآزف والآزف يعني محتمالية بها احتمالية ليس بها يقين لا تحتوي على يقين لا تحتوي على يقين ملاحظة كلش مهمة إذا كانت الجملة تدل عن الماضي إذا كان بها ماضي إذا كانت الجملة غير حقيقية فرح نستخدم بها ماضي إذا كانت الجملة غير حقيقية رح نستخدم بها ماضي طيب شلون I feel as if I wear on top of the world الله أنا أحس وكأن أنا الأول على العالم أعلى شخص أقوى شخص بالعالم أعلى شخص بالعالم أفضل شخص بالعالم هل هذه هي حقيقة ليست حقيقة طبعا طالما هي مو حقيقة فراح أستخدم الwear الwear دائما نستخدمها مع الغير حقيق الماضي يعني دائما نستخدم ماضي غير حقيقي فأنا أسأل لو أحد قال الزين أستاذ محمد لماذا أخذنا الماضي لماذا السبب لقد استخدم الماضي لأنها غير حقيقة طيب لماذا أخذت I مع where مهي I تأخذ was لأنها غير حقيقة لأنها غير حقيقة لأنها غير حقيقة I felt as though I had been hit by the car لماذا لن تخذنا الهار لأنها ماضي بالنسبة لتمرين 6 يقول make a complete sentences by matching items in column هذا يخطي لك أن نربط الجملتين طبعا نربط هم بتمرين 6 هذا أين الحل طبعا هذا الحل موجود قدامنا she backed into the driving space as her driving instructor had taught her طبعا لحظة أن هنا الـ as هنا من ربطنا الجملة ربطناها بـ as مثل ما موجودة هي بالكتاب الـ as هنا نخذنا الـ as طبعا الـ as هنا هي بنفس الطريقة هنا معناها the man is tried and looks as if as if he he's been running he writes as he talks هو يكتب طبعا مجرد ربط الجمل لا أكثر ولا أقل يعني نحاول أنه نحن نشوف الربط كتاب the man is tired and looks as if ويبدو وكأنه الرجل متعب ويبدو وكأنه he's he's been he has been burning as if he has been running طبعا هنا الرجل متعب ويبدو وكأنه كان يركض الجملة هذه ما بها شيء غير حقيقي يعني هذا شيء مو خيالي واقعي لذلك 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 لنستخدمنا لنقول الهد الماضي لماذا؟ لنقلنا الماضي فقط وهي شيء غير حقيقي إذا كان جملة عندي غير حقيقية لذلك لماذا قال آزف he has طبعا آزف he has ما قال قال هاد هاي الاف هاز رنك لماذا ما قال هاد أو لماذا ما قال مثلا i wear مثلا لأنها محق لأنها شيء عادي يعني الرجل متعب يبدو وكأنه كان يركض إذن هذا احتمالية بس هو مو خيالي مو مثلا أنا أقول آن الأفضل بالعالم لا هذا شيء مو حقيق هذا خيالي مستعيد أو مثلا نقول تبدو كأنها رأت شبح إذن هذا مو حقيق هذا ولا محتمل هذا خيالي دائما لا ننسى أنه عبارة الآزف والآزدو من دل على غير حقيقة نستخدم مياها الماضي نستخدم مياها الماضي يعني هذه السائق الفتاة التي تسوق اللي عمرها 30 سنة تسوق وكأنها قضت طول عمرها تعيش تسوق يعني هنا ليش مستخدم لها لأنها شيء غير حقيقي يعني ما معقول بنت أو امرأة قضت طول عمرها تسوق يعني شيء هذا مو حقيقة يعني ما محقولة 21-24 ساعة لازم السيارة يسوق حتى إذا كانت 24-24 ساعة لازم قضت أول أول عشر عشر سنين لا تع فهذا شيء غير حقيقي طالما هو غير حقيقي ف سنستخدم لها الهاد يعني سنستخدم غيال ماضي يعني لماذا استخدم ماضي لأنه شيء غير حقيقي شيء خيالي وهذا هو الفكرة يعني لازم ينتبع على هذه الأمور وكل الحد شيء موجود كل شيء مغلي يعني أبدا ماكو شيء خارج أبدا التمرين السبعة ما ما نحتاج نقرأ يعني هذا حوار الحوار مرتبط لبعضة فما أعتقد أنه بالامتحان يجيب لك حوار للأستاذ وشكوب وشطور وشقد وتعال لا يعني هيش حوارات يعني نحاول نحاول نغطيها بغير أمور فالحوار يعني أنه حوار أو قصة وبعدين التمرين اللي أخذنا والأفكار اللي أخذنا هنك أعتقد كلش كافية والأمثلة وراح تغنيك عن الأمور الأخرة نأخذ سببورتيني كونجيكشن أوف كونجيشن سببورتيني كونجيكشن أوف كونجيشن سنتكلم عن أدوات الربط اللي هي تخص ال كونجيشن اللي هي الحالة عندنا هنا بعض الأمثلة هاي الأمثلة بس أمثلة الأكثر والأقل خلينا نبدأ بالملاحظة أول ملاحظة تقول the سبورتيني كونجيكشن as long as طبعا as long as معناها طالبة مهم جدا عروفة means that the situation is in the independent clause must be true for the situation in the independent clause to be true as in the sentence in order to avoid a fine your check must arrive on time طيب شنو معنى as long as طبعا هو قايل عليها حج هنا بس أنا رح أطيكم عليها شرح تستخدم أو ملاحظة تستخدم as long as تستخدم as long as للتساوي في معنى الجملتين للتساوي في معنى جملتين وركز وركز يم أنا قلت للتساوي في معنى جملتين نتبه علي للتساوي في معنى جملتين يعني أكو شي مهم بهين ذات يعني أكو شي مهم ورا هذا السبب اللي خلانا أقول لك يعني أنه أنه أكفت سبب خلانا نقول معنى جملتين يعني إذا كانت الجملة الأولى تعبر عن شيء حقيقي أو معنى لازم الجملة الثانية هم تعبر على معنى نفس الشيء يعني مثلا as long as we got your check on time you will have to be fine طيب شل المقصود به طالما إحنا وصلنا بالوقت المناسب إذن طالما إحنا وصلنا بالوقت المناسب إذن أنت ما رح تحصل على تذكرة إذن هذا تساوب بالمعنى بالمنطق تساوب المعنى يعني قصدي تساوب المنطق المعنى هو المنطق يعني تساوب المنطق طالما إحنا وصلنا بالوقت المناسب إذن أنت ما رح تحصل طالما انت وصلت متأخر اذا انت راح تحصل على تفكر طالما انت درست بالامتحان اذا انت راح تنجح اذا الاسلونغ اس تحكي لك عن ربط معنى وين يعني ربط المنطق المعنى تساوب المنطق تساوب المعنى هذا هو الاسلونغ اس وذا نلاحظ احنا بهذه جملتنا ان الاسلونغ بداية الجملة بالنص بخلين فارزة الجملة الأولى هذي نسميها имиها سميته الاصلونغ BK أكبر حظ شكرا هذا هو الاسلونغ بالطبع او طبعا حصلنا على تذكر في الوقت المناسب أو حصلنا على تذكر في الوقت المناسب طالما حصلنا على تذكر في الوقت المناسب أوكي؟ ما يعني؟ ما افتهمه؟ أوكي؟ وش صار بعد؟ ما افتهمت المعنى بس من اقول في جملة الثانية You will have to pay a fine لن تدفع على تذكر أنا أقول ل الواحد أنت لا تدفع تذكر المعنى ماضح فهذا هو جملة الثانية سيصير independent clause وجملة الأولى سيصير independent clause ثانيا طيب شنما أطلبنا عندي بالجملة الأولى هنا أحفظ الas longas وأحفظ عليها مثال وأعرف بأنه لازم الas longas لازم الجمتين لأن يكونوا المتساوية بالمنطق فقط نجعلها للملاحظة رقم 2 ثانيا The subordinate and contractions whether or not means neither this situation not this situation matters not that the possible to suffate whether and or not طبعا هنا عدنا عدنا الwhether والnot هذان ني يعني جانسوية دونما تقريبا الwhether والأرنات يعني هذنه whether or not يعني معناها لا هذا ولا ذاك يجمنا تقريبا they are going to get married whether or not يعني شاء أم أبا أو يعني خل نقول وافق أم لم يوافق أبوا يهمون they are going to get married whether their parents approve or not سواء إذا وافق أبهم أم لا إذن الwhether هي الwhether not خل نقول تستخدم لنفي جملتين سويا يعني لنفي الجملة معا لنفي الجملة معا يعني they are going to marry سوف يتزوجون شاء أم أبا أبوا يهمون they are going to get married سوف يتزوجون whether or not يعني شاء أم أبا أبوا يهمون أو يعني يعني بموافقة أو عدم موافقة أبوا يهمون whether or not يعني شاء أم أبا باللغة العربية نترجمها شاء أم أبا يعني يعني مثلا you will pass the exam whether or not you studied يعني يعني أنت راح تنجح مثلا درست أو ما درست whether or not you studied يعني أنت راح تنجح يعني إن شاء الله كلكم تنجحوني يا رب سواء إذا قرأت أو ما قرأت طيب ومرات whether or not whether or not تجي بمعنى الاختيار I'm not sure whether or not I want to go صراحة أنا ما متأكد إذا أريد أو ما أريد أروح يعني شوف يعني هي مثبت ويعني تشمل الخيارات نفي وأثبات حتى جون الأولى بها نفي وأثبات شاء أم أبا شاء أم أبا شاء أثبات أبا نفي شاء أم أبا يعني إذا كتب عليها بلاحظة whether or not تأتي بمعنى شاء أم أبا شاء أم لا يعني يعني تستخدم للخيار اللي نقول تستخدم للخيار طبعاً مو قصد خيار الطماطع يعني لا قصد خيار يعني اختيارات choices I'm not sure أنا لست متأكد whether or not leave to go want to go يعني أنا لست متأكداً إن أردت أم لم أرد الذهاب إذن هذا هو المقصود بهم يعني نحن أهم شي نعرف أن whether or not هي من conditions من الشرط وهي تستخدم بمعنى شاء أم أبا شاء أم أبا شاء أم أبا هنا طبعاً هذا التمرين ركزولي علي هذا التمرين مهم وهو جامعات جيب منك As long as the tickets are not expensive طالما تذكرة ليست غالية طبعاً هذا هو الجواب موجود عندنا نعم هذا هو التذكرة نعم طالما تذكرة ليست غالية I will أنا سوف I will go to the movie سوف أذهب طبعاً أخذوا ليس كرين العجوبة لأن هذه الأجوبة هي ما بيحث تفكير وكذا هي بها عبارة عن حفظ يعني بس مجرة تحقفها لا أكثر ولا أقليم وأنا أيضاً داشرح As long as you are not busy طالما أنت ما مشغول Could you هل بإمكانك Go to for a picnic تذهب في رحلة Could you go for studying English على سبيل المثال Help me with my assignment ساعدني بواجبي Stay with me رقم أربعة مثلاً As long as you don't make noisy طالما أنت مو مزعج غير مزعج ممكن تسكن معي بشقة يعني مثلاً هم زملاء أو طلاب ولا أخرين فيعني هنذن فراغات المطلوب من عندنا أنه نقراهن وأنه نحفظ المعنى إلا أجوبة طبعاً إذا أنت لغتك زينة تقدر بس تلقى عليه النظرة وتفهمهن وخلص يعني بدون حتى قرأة ما يحتاج قرأة وإذا أنت حسيت أنه يعني عندك لغة ضعيفة أو كذا فحاول تقرأ الجواب تأخذ الجواب منها تخليه بالكتاب وإن شاء الله راح تفهم المادة وحتى إذا نسيتها راح تقدر تكتفن عندك لأنك طاهم المغلوب طبعاً توقف لهنا إن شاء الله المحاضرة نتشوف الرزل إن شاء الله نشرحها في الوقت لحق سمعتنا تدرس تدرس وراز الساعات السابقة اليوم راح نتكلم عن الـ SUPPORT NETING CONJUTIONS OF RESULT اللي هي اللي هي الدل على النتيجة أنا عندي نتيجة طيب احنا عندنا that such are used that introduce result that introduce results فمثلا California is so beautiful that I am imagining staying in Austin يعني هي نتيجة that or such that or such طيب هذاني هنا يدلل على النتيجة ولكن الملاحظة المهمة والفكرة المهمة ان so لها قواعد so تجي وره صفة ثم ذات يعني القاعدة الاولى للـ so ان هي so ذات القاعدة الثانية للـ so هي so ذات ذات يعني اذا اجاني على سبيل المثال it was so hot ذات اذا لاحظ ان so وراها صفة وراها ذات اذا لاحظ ما مثلا جاب ليها خربطة مثلا قال لي so وراها ذات وراها هوت صفة هنا من خربط الترتيب هاي غلط احنا لازم نرتبه ترتيب صح مثلا قال لك so وراها adverb وراها ذات مثلا عندك القاعدة اللي بالـ so many و plural و ذات يعني اذا جاب لي بالامتحان so ومني و adverb و ذات رح اقول لي غلط لان ما يصر احط so والمني و الظروف لازم so many مثلا هسا هنا على سبيل المثال so many students اذا جاب لي بالامتحان so many students وقال له صحيح عن خطة راح اصححها اقول له students حطها جمع مم و فرن هذا هو مثال على الفكرة مارت هذا التمريد مثلا so and few و plural زائد ذات ايضا نفس الحالة ممكن يجيب لي اختيارات مثلا يجيب لي so زائد few زائد much او little وراها plural قال لك اختار احنا راح نختار ال few لان ال few يجي وراها اسم جمع اما much so much وراها اسم معدود uncountable اللي هو الاسم المفرد noise هاي مفرد ما تنجمع noise هاي مفرد يعني اذا جاب لي مثلا there was so much students هاي غلط ما يصير لان الماتش يجي وراها اسم غير معدود ما نجمعه little ايضا نفس الحالة so little uncountable وراها ذات نلاحظ كلهم عندهم ذات كلهم عندهم ذات وهي القواعد كلها لازم نحفظها ونحفظ عليها مثال حتى نذكرها يعني هي بالاول و بالاخير هي لازم تحفظ بانه هي المني واعتقد انها سهلة يعني والله هي مصعبة ابدا ما بيهكل صعوبة يعني هنا عدنا ملاحظة يقول يقول الـsuche تجي وراها ا ا ا ا Vegan that can be used in the following pattern pattern الـ such والـ a زائد صفة زائد ناون زائد ذات يعني هاي قاعدة يعني نحفظها نحفظ أن الـ such أن الـ such أن الـ such يجي وراها أو أن زائد صفة زائد ناون زائد ذات هاي نحفظها نحفظ قاعدة هاي قاعدة هاي مثلاً such a low grade that that hid his exam paper لازم نعرف لازم نعرف أنه على سبيل المثال ثانياً قاعدة such زائد adjective زائد انكاونتابل ناون زائد ذات يعني هنا صراحة هواي ويخربطاً بس أنا أنصح أن نحفظها نحفظ عليها المثال يعني إذا حفظنا بأن الـ such وراها صفة وراها ناون وراها ذات هاي سهلة such beautiful address that beautiful يعني هي صراحة دائماً إذا تجيني الصفة في غالب الأمر وراها يجيني اسم في غالب الأمر أو يجيني وراها ذات مثلاً هذا القاعدة ونعرف أن المشوه يجي وراها دائماً اسم غير معدود هذا الشيح نعرف هذا الشيح نعرف هذا الشيح نعرف مثلاً المني وراه追 يجيوهراها دائماً اسم معدود يعني هاي حتى ما تحتال شاهفو إنه السو دائما يجوا راها ولي فيه دائما يجوا راهم جمع والماتش والأليتل دائما يجوا راهم غير معدود هذا الشيء انا قرد احنا نعرفه يعني هذاني اربعة خلاص احنا حفظناهم وذاني عندك هنا الـ such adjective زائد النوم هاي تنحفظ والـ such وصفة وراها انكاونت بالنوم أو الـ such وراها plural نوم باسم plural جامع احنا يقول for example أربطوا جملة بـ so that The Lion at the movie theater was long. we had to wait an hour. The Lion at the movie theater was so long that we need to wait an hour. هنا هنا طبعا إذا اللحظ بأنه اختارنا الـ So Long زائدا That So Long زائدا So Long إذا اللحظ مثل ما نشوف ثانيا The movie theater had such a long line that أيضا وفقا لي القاعدة اللي أخذناها نجحنا على تمرين تسعة The theater was crowded we couldn't breathe The theater was so crowded that we couldn't breathe إذن إذا اللحظ هنا بأنه The theater اسم هنا عندنا was so crowded that إذن هنا So هي واحدة من الأدوات اللي ذكرنا عليها و crowded اللي هي صفة و ذات اللي هي وفقا لي So زائدا صفة زائدا ذات اللي هي هاي القاعدة الأولى صفة ثانيا It was such a crowded theater الثانيا رح ناخذ السرش اللي وراها أ زائدا في أيتا نفس الحج يعني مجرد رح نلعب بالترتيب وهذا الحج وكلتها موجوده قدامنا يعني مثلا The people sitting behind us talked loudly we couldn't hear The people sitting behind us talked so loudly that we couldn't hear إحنا ش سوينا؟ So loudly that طيب ليش خليتهم بهذا الترتيب؟ شون السبب اللي خلانا خليهم ويتشي؟ أنا عندي talked ورد talked أخذت so وردها loudly وردها ذات ليش ربطتهم بذات؟ لأن أنا عندي loudly ذرف الادفيرب ولو أجينا على القاعدة المالة الظرف اللي هي so وادفيرب وذات so نزلناها ورد so أخذنا loudly وردها ذات نزلناها مثل ما هي مثل ما هي ونقدر نحلها طبعا نحل واحد مرة وحدة يعني لا يحتاج نحلها مرة وحدة ونقدر نحلها بطريقة أخرى بطريقة أخرى people behind us where lot such lot اللي هي استخدمنا such وراها صفة وراها noun وراها ذات اللي هي يا قاعدة اللي هي اللي هي اللي هي هاي القاعدة استخدمنا هاي القاعدة بس هو بالحال عادة استخدم طريقة وحدة وأنا أفضل الأولى أفضل الأولى لأن سهلة هسا the movie was so exciting exciting that we saw it twice the movie was so هنا استخدمنا السو ليش استخدمنا السو وراها وهنا عدنا صفة exciting وراها ذات وراها ذات نفس الحالة بالبقية مثلا soft لعندي ضرف رح أقول so وحط soft وحط that i was thirsty i was so thirsty that that and that that with thirsty موجودة وينيها صفة لو كانت صفة ظرف كان استخدمنا ما لت الظرف نفس الحشة ونفس النظام مثلاً so comfortable that أيضاً so comfortable with that مثلاً عندنا the movie was good we have been telling all our friends to see it مثلاً so good that نفس الحالة عن قد الصفة good was good that نفس الحالة و نفس النظام you 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 here have you you to بالنسبة للتمرين العاشر مع طالب آخر كيف كانت أمريكا عندما أدخلت الأولى؟ كنت أمريكا بأمريكا 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 مثلا هنا شو نرائدة من عندي؟ كنت أمريكا بأمريكا هنا هو سؤال ويريدنا نجاوبه وهذا الجواب يريدنا نستخدم به هذه القواعدة مثلا So Homesick So هي أداة وورا الأداة صفة ووراها ذات مثلا هنا Such ووراها Difficult ووراها Testism وزادا ذات اللي هي أخر واحدة خذناها أخر قاعدة هذا حسب القواعد اللي خذناها قبل شوية فهو سأل سؤال يريدني أجاوب هذا السؤال وورا ما أجاوبه يريد من عندي بالجواب استخدم له هاي القواعد اللي أخذناها فهنا نفس الحالة مثلا هنا مثلا مثلا هنا How bad did you feel last time you were sick? I feel so bad أنا شعرت بالسوء أو بالشكل ليس جيدا بشكل ليس جيدا that I couldn't leave my bed أنا إذا هنا خلفنا السوء ووراها bad ووراها ذات هيا هيا نجاوب ونخلي نستخدم هاي الأدوات نجاوب ونستخدم هاي الأدوات يعني ما رح نسوي أي شي جديد مجرد نجاوب فأنا برأي واحد يقرأ بس الجواب لأن ما معقول الأستاذ يجيب لك سؤال عندك والجواب وحتى ذا أجاب لك عاد هو جواب أنت من عندك الواحد يحفظ الجواب يحفظ الترتيب ما للجواب مثلا I was so nervous that I couldn't مثلا بالامتحان يجيب I was such nervous that أو يجيب لك I was so nervously سوي ضرب هاي غلط ما يصور هي تقول أو حسب القواعد اللي إحنا عدنا يعني إحنا شن عدنا من القواعد مثلا how tired you are كيف أنت تعبون I am so tired that I am so tired that استخدمنا so وراها tired وراها ذات يعني مجرد أغلبها انه هذي تشية مثلا هو هانجري I was so hungry that I was so hungry that I was so مثلا how much time I spent such so much time on it that يعني نفس الحكي ونفس السؤال في كل شي جديد ما عندنا ما عندنا أي شي جديد هاي الأسئلة طبعا الجواب بيكون خار عاد يعني يمو إلا أنت تنسي تحفظ الجواب وتروح للجامعة يعني الجواب عام هو مشارق أن نحن نحفظ الجواب يعني حفظ اللي هو موجود يعني طيب خلينا ناخذ الكونترست اللي هو التناقض وهي مهمة بصراحة هاي مهمة شوي لازم نركز عليه لازم نركز عليها هاي اللي هي تعني التناقض لأن هذه التناقض تجي بالامتحان والأستاذ ممكن يجيبها ويقارنها بشي آخر من هاي الأدوات اللي أخذناها نحن أو ممكن يجيبها فراغ طبعا اللي يدلن على التناقض اللي هن مثلا أوذو وذو وواير وإيضا عندنا إيضا عندنا إيضا عندنا وواير وإنسبايت of the fact that هذه كلية أدوات تستخدم للتناقض هذه أدوات تستخدم للتناقض طبعا أكيد إحنا عندنا أكيد عندنا قواعد الملاحظات رح نمشي علينا أول ملاحظة بقض الموضوع قائل ملاحظة هنا شوية مهمة والأساتذة ترى يحبون هاي أشياء يحبون يجيبون على هاي أشياء وهي مواضي يقول لك ملاحظة تجي للتناقض يعني ما ممكن تستخدم لتناقض شو رح نعرفها أكيد من خلال سياق الجملة من خلال سياق الجملة مثلا وعندما لا أحب أن أتعرف بقض الموضوع قائل اعني بالرغم من أنني لا أحب دراسة القواعد إلا أنني يجب أن أتعرفها أو لازم أن أعرف إذن هنا تناقض لازم إذن هنا يكون عندي تناقض وطبعا التناقض دائما يحتوي على نفي أنا ملاحظة التناقض غالبا يحتوي على نفي يعني وين ما نشوف تناقض هو يدل على نفي وحدة من فيها وحدة من فيها وحدة من فيها مثلا يقول I don't like أنا لا أحب أنا لا أحب I don't like I study English ما أحب دراسة الإنجليزية لا أنني أجب أن إذن وحدة من فيها وحدة من فيها إذن كان يدل على الوقت I heard a strange noise استمعت إلى ضوضاء while I was studying من بينما أنك كنت أدرس إذن هذا وقت بينما أريد الوقت الذي كنت أدرس بها أنا سمعت به ضوضاء هذا بالنسبة لل while طيب نجي عندنا هنا أيضا ملاحظة أخرى والتي هي تتكلم عن الكومة كومة يمكن أن تستخدم قبل وحدة من أدوات الربوط و دعونا جواهن الـ common إذن الـ common نستخدمها قبل هذه الأدوة and the spite of the fact that نجعله تمرين 11 نجعله تمرين 11 عندنا بهذا التمرين يقول rewrite each rewrite each sentence using the subordinate conjections in parentheses يقول اعد كتابة الجملة واستخدم هذه الأدوات اللي هي بين القوسين مثلا there were many people in the world who are afraid to fly هناك الكثير من الناس الذين يخشون السفر but هنا راح نستخدم even though نجي هنا هذا التمرين to fly راح نستخدم even though there are many in the world who are afraid to fly but air travel is very popular even though air travel is very popular يعني التمرين الثاني although airline companies of courses helped people to overcome their fears of flying few people few people know about their courses ونحن هنا هو كاتب however 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 وقال اللي حط لي although although استخدمتها طبعا بالبداية طبعا كلمة although يعني يفضل ان تجي بالبداية although يفضل ان تجي بالبداية although يفضل ان تجي بالبداية بين الجملتين بين الجملتين بين الجملتين although وهذا ذكرت تعاني أصلا بداية البارت بداية البارت الرابع بداية البارت الرابع شرحنا قلنا يابا من هاي الأدوات اذا أدوات اذا أجرت بالبداية نخلي فارزة بالنص وهاي الأرض طبعا لان تفضل ان يجي بالبداية حطنا فارزة بالنص ثالثا احد عدينا يجب ان يرى بداية البارت الرابع وانا بتبدا التي قادرة بسكارها حتى ايضا طبعا 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 إذن استخدمنا الضو في البداية وقالنا فارزة ولا ننسى نحنا اضطى يت اليت حذفناها لأنها كانت بديلة لذي تبدا لأن شون البط وهي هم مستخدمين أدوة فانت ردك تستبدل هاي الأدوات بالقاعدة والكلام اللي احنا اخذنا مثلا هنا the spite of the fact that اخلي الأدات بالوسط من the spite of that traveling ونزل الحل مثل ما هو بدون اي تغيير طبعا هنا اذا اللحظ بهاي الجملة بالذات هو مستخدم ال traveling هاي الجملة الثانية هاطليها بالبداية هاطليها بالبداية يعني مقدم طبعا الأدوات الربط الادوات الربط هذني خصوصا أدوات الربط هذني نقدر نقلبهم عادي بدون تغيير المعنى يعني المعنى ما راح يتغير بهم ما راح نغير المعنى ابدا يعني حتى بالعربي هذي الشي عدنا مثلا عدنا بالرغم من هنطي مثال على بالرغم من انا انا لا انا لا احب القواعد بالرغم من ذلك سوف ادرسه اذا استخدمنا بالرغم من ذلك راح نقلب الجملة راح نقلب الجملة بالرغم من انني لا احب القواعد الا انني سوف ادرسه سوف ادرس القواعد بالرغم من انني لا احبه اذا تقديم الظروف وتأخيرهم ما راح تقديم الجمل او تأخيرهم ما راح يغير على تركيج المعنى اهم شي احنا نحط المعنى ببانه يعني اهم شي احنا من نحل نخلي المعنى بين بين بحسبانه يعني مو بس مجرد احنا بس نقلب لازم نحط المعنى يعني لازم نعرف انه المعنى ما للجملة هذي هكذا فمجرد انه احنا راح نقلب الجمل ولكن يعني استهناه in the spite of the fact بالرغم من انه مثلا اهيش راح يكون معناها اه ذات تراولانك باي ايرباين is much less رسيكلي ذات تراول more people are afraid of flying the trouble نفس الحاجة تقديمهم و تأخيرهم لا يؤثر على تركيب المعنى despite the fact that هنا راح احطها ببدال البط احددها بالبط راح اخليها وين بالبداية despite of the fact are not required still ها هنا الفارزة خليت هنا philots كذا حسا واحد يقول ازيان استاذ انا ما اعرف الجملة الاولى عن الجملة الثانية واضحة بها فارز ها نشوف حاط فارز هنا حاط فارز my children love to fly never less they rarely do even though my children love to fly they rarely do مجرد احنا حطينا even though بالبداية وخلينا الجملة مثل ما هي و انهينا they طبعا عندي never less هي علامة الربط القديمة حذفتها وخليت ببدالها الفارز نفس الحاجي بالنسبة ل بقية التمالي نفس الحاجي هنا طبعا وين انزلها مثل ما هي i put even though رح اخلي even though بالرغم من ذلك وخليتها طبعا اكيد بعد الفارز بعد الفارز انا عندها هاي الفارز i worry i put خليتها وراها even though دائما الادات نخليها يأما بالبداية او نخليها حسب المعنى واثنين هم صحيحات اثنين هم صحيحات اثنين هم صحيحات انا مثلا انا مثلا ما حط لي هو اصلا ما حط لي يعني ما حط لي اصلا جمع بعدات ربط بط وكذا انا خليتها بالنص in spite of the fact in spite of the fact انا احب السفر بالقطار traveling القطار السفر بالطائرة اسرع وامن اسرع وامن طبعا هذا هو بالطائرة السفر بالطائرة اسرع وامن طيب احنا خلينا بالعربي خلينا بالعربي بالعربي انا افضل السفر بالقطار بالرغم من ان السفر بالطائرة اسرع وامن اقلبها بالعكس بالرغم من ان السفر بالطائرة هو اامن واسرع الا انني احب السفر بالقطار اذا احنا احنا مجرد احنا قدمنا واخر احنا اذا اخلي هاي الادات بالبداية احلي صحيح 100% اقول بالرغم من ان اعرف بانني يجب ان اخذ الاختبارات رقم ثلاثة مثلا الجواب راح يكون او انا غير مهتم بذلك او او ما عندي فلوس حتى اقوم بذلك اذا راح نكمل المعنى وفقا لهذا المعنى والحل طبعا هذا هو انا نقدر ناخذ بلا سكرين ونقرأ او احنا نستخدم من عندنا عادي او نستخدم احنا من عندنا لكن واحد ياخذ هنا الحل ياخذ بلا سكرين حتى يحفظ ايمة وقدر يراجع بعدها بالنسبة للتمرين 13 هذا يقول لك تستخدم قصة يعني موضوع القصة ما اعتقد يجي ايدك تستخدم قصة وتتكلم عن هذا الموضوع الآن احسا راح يجي يجي شيئا انه انت تستخدم ادوات حط بها قصة ما راح يجعد نحن بالنسبة لهذا المنهج هنا عدنا السيكونس السيكونس راح نتكلم عن الازمنة شويه هذا الموضوع وملاحظة مهمة لازم اركز على الزمن من خلال ذور الجملتين انا ملاحظة شويه اركز عليها يعني شلون يعني يقول يبقى يبقى راح يمك يبقى 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 انا راح يبقى ترتيب توقع يبقى اذا لاحظ هنا إذا نلاحظ هنا I feel calm even though إذا نلاحظ بأنه هذه الجمل الترتيب مالك الجمل إذا نلاحظ بأنه مضارع هنا بدأ بمضارع بعدين أخذ هنا I feel calm هذا الحكي الأزمنة راح نتعرف على كل أداة وش وقت راح نستخدمه نفسه هذا بمجرد منطق أمدل عندما يستخدم الجمل في الماضي يجب أن يكون في الماضي يعني إذا كانت عندك الجملة الأولى بالماضي الجملة الثانية لازم أيضا نسير بالماضي هذا هو الملاحظ إذن لا يصبح نستخدم الجمل كيف مضاء ماضي ماضي مثلا I ate إذن هنا was إذن أنا لازم أستخدم ماضي 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 مضارع بمضارع يعني مستقبل بمستقبل يعني لازم الزمن يكون متساوي يكون الزمن متساوي يكون الزمن متساوي أسعدنا بهذا التمرين I eat هنا نلاحظ إيت بلايك I eat every night because I have always life ثم واحد يقول هاي أستاذ مو ماضي لا هاي مو ماضي هاي مضارع مضارع تام لا هذا مضارع هذا مو ماضي أنا عندي مضارع بمضارع طيب ممكن يكون عندي they are disappointed هم كانوا مأيسين because will have left أنا استخدمين مستقبل مستمر طبعا ليه مستقبل مستمر ملاحظة أن المضارع المستمر يمكن أن يأتي معه المستقبل ملاحظة مهمة المضارع المستمر هو أصل حتى المضارع المستمر يدي المرات على المستقبل يعني على سبيل المثال إذا قلت I am leaving next week أنا مغادر في الأسبوع القادم إذن هذا مستقبل إذن المضارع المستمر ممكن يجيني ويا المتقبل نكتب هذا الملاحظة ممكن يجيني past progressive الماضي المستمر مع المضارع البسيط هذه الملاحظات ترك ليه مهمة ممكن يجيني الماضي البسيط مع المستقبل مع المضارع البسيط يعني ماضي بمستمر مع الماضي بسيط لكننا لازم نركز هذه كلها قواعد مثلاً الفيوتر ويا المضارع يصير الفيوتر ويا المضارع يصير هنه تقريباً كل هنه يصيراً خصوصاً المضارع والمضارع والمستقبل مستقبل مع المضارع لأن بالإنجليزي مو مثلناً عدهم الأمر فعل الأمر يختلف عن فعل المستقبل لا بالإنجليزي الفرق مكبير يعني عدهم المضارع حتى عدهم المضارع البسيط يستخدمونه للمستقبل يعني مثلاً ماضي مستمر ومضارع مستمر ما شفت مثلاً ماضي مستمر ومضارع مستمر هيك ما شفت يعني فقط الحاجة اللي موجودة قدامنا هذا الشيء هاي مثال منقدر نستفاد من عنده مثلاً قال لك مضارع مبسيط مضارع مبسيط بس أنا ما شفت ماضي ومستقبل ما يصير مثلاً ماضي مستقبل هيك ما يصير وهو مثلاً مضارع ومستقبل يصير ماضي مستمر ومضارع يصير اللي هو الـ Pass لهذن قريبات لهذن قريبات بالمعنى بس ما شفت ماضي مستمر ومستقبل يعني ما شفت ما شفت ما شفت بالتمرين هذا أذر لأنه مستقبل ومضارع حتى أنا أذراً قال لي مضارع مستقبل مع مضارع مستقبل مع مضارع I will I haven't إذن الـ I will مستقبل هيا I have إذن هاي يصير لازم نركز هنا قيل لي جد الخطأ خلينا نكتشم خمسة عشر الأخطاء وهذه الأخطاء سيساعدنا كل شيء التمرين الأول قيل خمسة عاما هنا قيل نحن نتكلم هنا قيل الريطان كانت هنا أذراً هذا مضارع هذا مضارع I can have اللي هو الكون هو فعل ناقص حال حال الكود والشود والود هذا منذ أفعال ناقصة ونحط ماضي هذا خطأ شون الرهم بعدين أكد شغلة هو قيل Next Saturday منقال لي Next Saturday هاي شلو معناها منقال لي السبت القادم إذا هذا عرفتها بأنا وستقبل إذا رح أقول The parents will come Will come ما رح أقول ما رح أقول هاي الجملة Came ما حط ماضي لعن Will Next مستقبل الجملة الثانية الجملة الثانية قيل I didn't هاي ماضي هناش قيل قيل Is هاي غلط لازم أقول was لازم أقول was أنا صراحة أنصح الطلاب دائما يستخدمون أزمنة متساوية ماضي ماضي مضارع مضارع يعني إيج هسنا مثلا هاي الجملة مثلا هاي الجملة I was حاط هنا was so good I have قيل لك هنا الheart مثلا هنا أور هاند 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 نبر مايند هنا قيل لك الوين حاط آر ليش آر لأن عندك مضارع نبر مايند هاي الشخص التالي فالصراحة يفضل أنه نخلي الأزمنة متساوية صراحة يفضل أنه نخلي الأزمنة متساوية أو قريبات جدا مثلا مضارع مستمر مع المستقبل ممكن يعني مثلا هنا هنا نشوف هنا مثلا هنا نأورنا نأورنا نأور سبارتي became became هاي ماضي هو قيل هنا ليبس سننسوي هاي ماضي إذن نصيحة نخلي الأزمنة متساوية حتى ما نوقع أنه قعد منشاكل مثلا الار صير where ليش where لأنه عندي نوتس ماضي اعتقد الموضوع جدا بسيط الهات صار هات لأنها ماضي شون عرفناها ماضي 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 هي المضارع حقيت وإلى آخر موضوع بسيط صراحة موضوع بسيط أبدا مو صعب مثلا عندنا تمرين 16 مثلا عندنا تمرين 16 أنا عندي told أنا عندي told told علي دلالة على إيش الدلالة على المضارع له على الماضي طالما أنا عرفت told هي على الماضي إذن رح أكتب جملة هنا على الماضي وهاي في تمرين 16 من أريد الحلم سأقول في تمرين 16 على سبيل مثال we like to لأن ماضي نفس الحج I was I had here I had studied ماضي I had studied ماضي ثام I answered هيا ماضي is even didn't هيا ماضي could هيا ماضي I have هيا مضارع I had يعني هذا الحج كل وهذا الحج كدامنا هذا الحل قدامنا هيا من الواحد للستة وهذه عندنا من الستة للعشرة هذا الحل كله قدامنا هنا I had ماضي قيل couldn't ما قيل كان couldn't موضوع بسيط كلش والله يعني ما ما اعتقد بي اي صعوبة يعني اي اي صعوبة ما راح نواجه بي طبعا تمرين 17 هذا لا نحتاجه هذا عن قصة ويريدنا نتكلم عنها، هذا هو شيء مو مهم، هذا هو كلية، هذا قصة لا تجيب لك قصة وتحلها، لا هذا الشيء لا. تمرين 18 خلينا نشوف يقل كمباين سنتنسيز ويوزين كوراكتين، ربط الجمل باستخدام أزمنه، صحيحة. بالنسبة لتمرين 18، هنا هي دروف كيربالي، كيربالي، كمبليت، هنا، واز، واز، ماضي، بالحلش قايل عنده هنا قايلة دروف، لير، عنده واز، ماضي، بكوز شي كيم لأنها جاءت هاي أربعة مثلا، أربعة أشقائي اللي بالحل هنا هير فاذا ديدنت، إذن إذا نلاحظ ماضي ماضي، مضارح، نفس الحد شيء ونفس السوالة في كل شيء جديد ما عنده، مجرد تمارين نقعد نقراهن ونترجمهن، ونحل جملة جملة، ونحاول الجملة الغريبة نحفظ المعاني مالتها ونسيطر عليها، ونسيطر عليها، يعني ما ما قدنا أي شيء بهن صعوب شاء الله، ما بهن أي صعوب، الآن نتكلم عن الـ Building Sentences with Adverb Closes طبعاً هذا الـ Building Sentences with Adverb Closes هو عبارة عن دمج للمعلومات اللي إحنا أخذناها، راح ندمجهم سويا، ومنس الزمن، يعني من الريج نتكلم عن الماضي عن الماضي، وإلى آخرين، يعني نفس الحشي اللي إحنا، حتينا نحاول قدر المستطاع، إذا كانت الجملة، مضارع مع مستقبل، إذا كانت مثلاً، يعني قريباً من بعض من المشكلة، بس ما لا أستخدم ماضي وفتر، لا، هاي مراهما، نأخذ أمثلة على هذا الموضوع، وهذا الموضوع صراحة هو موضوع تدريبي، وعملي أكثر مما هو نظري، يعني مو مثلاً قاعدة طهية أو طرق، خلص لا، لازم شوية بواحد يطبق، وياه، غلي كوية، وأي كلمة راح أقولها أو ملاحظة، حاول تكتبها، الجملة هنا، أو كنتما مشيتوا باتجاه الغرفة، النظر إلي السكرتير، أو السكرتيرا نظرت إلي، أعظف، وكأنني هاد دون سمثنك، قمت بعمل شيء سيء للغاية، طيب، الآن، من أقول، من أجي، من مستخدمني هو الوين هنا، طبعاً ليش، لأنه فقط، من آني مشيت، وين، ده سكرتري، طبعاً هاي الوين، خلينا الفارزة هنا، للاحظ، خلينا الفارزة، فصلنا بها الجملة الأولى عن الثانية، وأن هذا السكرتري، طبعاً هاي الجملة الأولى عن الثانية، لأنها تحتوي على وين، وجمعها مواضح، عندما مشيتوا باتجاه الغرفة أوكي، شون يعني صار، مواضح، فنحتاج تكمل هذا السكرتري، نظر إلي أو نظرت إلي، أعظف، وكأنني ليش، لأنه هذا تشبيه، تشبيه شكل، يعني تعبيراً لشكل معين، أو وصفاً لشيء معين، فقال أعظف، لو عندها تناقض، كان نقال أعظف، فإحنا هنا، زي نستاذ، أنا ضعيف بالمعاني، ما عندي معاني، ما عندي كلمات، لا لا لا، هاي قداماً، كانت قاعدة ترجم، جملة لن تحفظ، نحفظ، حتى المعاني اللي ما تعرفها، تدقع تقراها نأسه، من أقول terribly wrong يعني سيء للغاية، wrong يعني خطأ، أو سيء، terribly للغاية، كلمات اللي انت متعرفنه ضعيف بين، هاي قداماً، احفظ، احفظ، كلمات ضريبة اللي ما تعرفن، طيب، since I don't have all papers I need، طالما أنني لا أحتاج كل الأوراق، هذه الأوراق ما أحتاجه، I will have to make another appointment as soon as I get them all together، إذن، احنا لأنني لا أحتاج، لأن هذا سبب، لأنني لا أحتاج هذه الأوراق، I will have to make another appointment as soon as I get them all together، إذن هنا هاي سبب، فستحضر من السنز، لأننا لذكرنا السنز مرة تدل على الوقت، ودل على الوقت، فإن أقول هنا هاي سبب، لأنها ما بها وقت، لأنني لا أحتاج هذه الأوراق، I will have to make، يجب أو توجب علي، عمل أوراقا، أو موعد جديد، أو رب جديدة، as soon as I get them all together، طالما، بينما، أو حالما، as soon as هاي وقت، طبعا، I get them all together، من أحصل عليهم سويا لوقت، لأن نستهدم as soon as، نفس الحاجة هذا التمرين اللي قدامنا، I enjoy fall، أستمتع بفصل خريف، I prefer summer، وأفضلوا فصل الصيف، The trees and flowers are in the bloom، لأن الأشجار والأزهار تكونوا لامعة، هكذا بمعنى، سواحد يقول لجانستاذ، هنا ماكو because، بس هو مبين المعنى، المعنى يقول لك، المعنى يقول لك يعني، أكو سبب، يا بنت ليش تفضل السمر؟ Although I enjoy fall، بالرغم من أنني أفضل فصل الصيف، هاي استمتع بالصيف، بالرغم من أنني أستمتع بفصل الصيف، إلا أنني أفضل فصل الصيف، هذا تناقض، لأنني كملتين متناقضات، إذن راح أقول، راح أقول، Although I enjoy fall، بالرغم من أنني أفضل فصل الخريف، أستمتع بفصل الخريف، إلا أنني أفضل فصل الصيف، لأن الأشجار تكونوا لانعة، أو تكونوا بأبهى صورة، بأبهى صورة، إذن هنا، المعنى مهم، ما عندي معنى، هاي الجمل قدامك، يقع تحفظ معاني، هنا وحفظ الثمانين، وإنت تحفظ المعاني، وليس تحفظ الحل، لأن إذا حفظت الحل بدون معاني، سلم لي، ما راح تفتهم كل شي، لأن الموضوع، ليس مو موضوع، بس مجرد حفظ جمل، بس، لأن ممكن الإستاذ يغير، فإنت حاول نحفظ المعنى، أكثر من أن نحفظ الجمل كحل، يعني أنت من قرأ المعنى، أنت خلاص، إذا عرفت أنه I fall، طيب شون تقراها؟ أين هاي الجمل؟ أقراهن، وأقراهن، وأقراهن، وأنت ترجمة موالتين، I enjoy fall, I prefer summer, and the trees, and the flowers, and the plum. أقراهن، 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 مثلاً، لدينا الجملة الثانية، yesterday, yesterday, John went to the bank after, after, class, بعد الصف، أو بعد الدرس، because he had to cash them. هنا، إذا لاحظ، هذه الجملة الأصلية، يقول he had to cash a chunk. يعني أريد أن يسحب فلوس، أو تشيك حسابه، تشيك فلوسه، بالمصرف، أو إلى آخرين، إذن، he went to the bank، ذهب إلى المصرف after, بعد الدرس، he had to. إذن، ما هو هذا السبب؟ هذه السبب، إذن، سنستخدم because he would. وراء السبب، ما سيأتي؟ سيأتي نتيجة، سأستخدم so that. كنت تقرأها أول مرة، تحسب صعبة، بس صدق منك، تقرأ الترجمة، ستكون سهلة، وجداً، رسيطة، الجملة الثانية، he has an account at city bank. They would. They would. هنك.. إذن، although, they would not let him cash in. بالرغم من أنه يملك حساب في هذا البنك، إلا أنه لا يسمحوا إليه، يعني في هذا الفرح، يجب أن يذهب إلى غير الفرح. إذن، هذا تناقض، سأقول، although, he has an account at city bank. they would not let him cash in. وإلى آخر، unless، إلا إذا، unless، إلا إذا، could present them with proper identification. إلا أن تعرفون عليه شكل صحيح، إلا يتعرفون على هويته، ومعلوماته بشكل صحيح. طبعا، الآن، أحد يقول، والله يستهدد الموضوع صعب، وأنا وافقك الرأي، تعرف ليس صعب؟ لأنك مقاري المواضيع السابق. الثاني، أسألك، unless، إلا من تستخدم، ما راح تعرفه، وأنا ما راح أجوبك صراح، راح أخليه حصر على تقلبي، unless، ما راح أقول لك، إلا من تستخدم، وإحنا ما غرينا، بس، ستحدّك إذا عرفت الليس هي أداة، أداة شنو؟ ما راح تجاوبني طبعا، أكيد، لأن ما تعرفه، إلا أي أداة هي المن تابعة، تابعة المن ذني، هذه السحر، although because، السؤال النتيجة، قلت لك، because، سبب، بس، لأنك ما قاري، ما راح تعرفه، فإنت لما تقول لي، أنا واجه صعوبة، السبب الأول أنك ما قاري، المحاضرات، تسأل المواضيع اللي قبل هاي، المواضيع اللي قبل هذاني، اللي هنه، كل أداة ما للمنر، وإلى آخره، وأنا ذكرت هذا الكتاب، ترى واحد، ناس مرتبطة بناس، موضوع مرتبط، شون الحلقة، الموضوع الثاني، خلاص، بعد ما راح تتهم، فحاول ترجع على المواضيع السابقة، تحلها، وضبطها، يلا تيجي تحل هذة، عندنا رقم ثلاثة، جون واز، كذا، 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 أثر، بينما كان جون، يتظاهر، برفضه للكاش، الزبائن الآخرين، نظروا إليه، إذن هيا، وحدة، قدام ثانية، يعني حدث وي حدث، بينما كان جون كذا، كان الزبائن الآخرين، ينظرون إليه، هي واز كريزي، هيا شكل، وصف مظهر، أغزف، 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 هي وير كريزي، وكأنه كان مجنونا، يسألني أستاذ، لماذا تستخدمنا الـ where؟ لأنه حدث غير حقيقي، يعني، هو مو مجنون، وكأنه مجنون، كانت الـ where، لأن الـ where، لأنه إذا كان حدث غير حقيقي، نستخدم بدلاً الـ where، وإلى أخيرا، لأنه حدث غير حقيقي، الجملة اللي بعدها، جون رشت his packet for the wallet، كده كده كده، كده كده، he discovered he had left in home، هو، هو، هو وصل، أو هي، جون رشت in his packet for the wallet، مديده لداخل بعدين مالقة، إذن هنا، السوناس عندما، أراد جون أن يأخذ الأموال أو الفلوس من جائبه، اكتشف بأنها قدسها المحفظة في منزله، إذن، يعني الفكرة عبارة عن تحليل وحل، بس على كيفنا وحدة وحدة وقراءة، ولازم نعرف وتعرف العدوات، بالمناسبة لنقدر استخدم أكثر من الأدوات، يعني عادي، أنت مو، أنت مو منزم بهذه الأدوات، أكو حال، أكو مرات، نقدر نستخدم أداة ببداء الأدوات، His apartment is near the month. He decided to go home. طالما أن القسمة قريبا من المصرف، He decided to go home. قرر الذهاب إلى المنزل. So that و النتيجة He could get his wallet. بس هو يستطيع أن يحصل على محفظته. John was angry with the tiller. John couldn't think clearly. John was so angry with the tiller that he couldn't. ولم يستطع أن يفكر بشكل جيد. John had gotten angry with the tiller. He knew that tiller was only doing his job. Although John had gotten angry. Although John had gotten angry. بالرغم من أن John كان غاضبا، إلا أنه عرف بأن الموظف يؤدي عمله فقط. وكما علمه المشرفات. إذن يعني الموضع يعتقد واضح إن شاء الله. كما علمه المشرفات. مثلا، Why the experience was as such that he couldn't. ما أعتقد يعني أكو بيهم صعوبة. مجرد ربط بين الجملتين. That he and now. الجملة اللي بعدها. Since طالما جون had a new couldn't have experience again. He remembered to put his wallet from his pocket he left. هنا طبعاً هناك إن شاء الله المعنى هناك المعنى جداً مهم. هناك ضروري جداً نقرأ المعنى. حتى إذا كان ما عند معاني. أنا ضعيف. الجملة لا أعتقد أن أقرأها و أفسر ما معنى. رقم 10 That night في تلك الليلة جون محفظته ترك جون محفظته و لم يستطع إيجادها بسهولة في ذلك الصباح. That night That night جون left his wallet beside him بقربه So that So he couldn't find So he could So he could Find it easily in the morning. طبعا نتيجة نتيجة استخدمنا SO وبذلك و قلت لك أكثر من حل عادي مو إلا نستخدم نفس الحل بالضبط عدنا هنا complete sentences with adverb clause according to the meaning used correct function some sentences required with adverb clause صراحة هذا الموضوع بسيط إن شاء الله و ما نواجه به صعوبة هذا الموضوع عبارة عن كلمات نحن نظيف من عدنا يعني مثلا يريد time or reason reason معناها because time يعني للوقت purpose اللي هو الغرض من هذا الشيء الجملة الأولى قيل أريد time when we entered عندما دخلنا the restaurant المطعم place where we liked حيث إحنا حنونا حبنا يعني حبنا يريد هنا مثلا تراقض بهذه الجملة the food was terrible الطعام كان سيء سويها جملة بها تناقض although the food was terrible رغم من أن الطعام كان سيء people were eating greedily كان الناس يأكلون بشراهر أو يأكلون بجوح الأخيرين the food was salty the food was salty يريد reason or reason or result ولا أخر هاي التمرين المهمة the food was not delicious for it was salty as the result many people were complaining about it يعني إذا تلاحظ هو هنا يريد جملة الجملة الأولى يريدها بها reason بعدين الجملة يريدها الثانية ووحدة يريد بها result إذن the food لم يكن الطعام لذيذا بما فيه الكفاية حتى أنه كان مالحا وكنتيجة لذلك as a result طبعا خذناها كهالأداة many people were complaining about it العديد من الناس أو اشتكى العديد من الناس بحيال ذلك I had to write a check you read time or reason a time when I entered to pay the bill I noticed that I didn't have enough money with I had to write a check so I had to write a check هنا هو دامج ينسويه في البداية ينطيك الوقت لحد الفارزة وبعدين بدينا في جنة واحدة لل reason وإلا خمسة يريد منار وإحنا أخذنا كل أدوات المنار وأدوات ال time وال reason وال purpose كلهم أخذناهم نحاول نراجع نقبل أن نحل هذا التمالي رقم ستة منطينا الجملة We will never go to the restaurant again يريد سبب Since the food was not good لأن الطعام لم يكن جيدا we will not go to that because the food was terrible لأن الطعام كان فضيح لأنه ذهب يعني هذا كيفك أهم شي تستخدم reason أهم شي سبب أهم شي سبب التمرين اللي بعدها قال write five sentences with the adverb close يريد جمل خمسة من هذا الني وريد تستخدم بين واحدة من هذا الكلب نوضع أعتقد بسيط ما رح يواجد بي أي مشكلة أي خمس جملة تنطي وتحتوي بها هذان الكلمات بس أكثر ولا أقل أي خمس كلمات عندنا تمرين 23 يريدنا نستخدم بارغراف with no mistakes ونستخدم بها أي أدوات إذن يقول this paragraph has no grammar but the writing style is poor campaign sentences whenever you think doing so will improve style طبعا هنا أقول لك هذا ما بي خطأ ولكن ترتيب الجمال واستخدام الأدوات غلط فأنت لازم تعدلهم يعني فأنت لازم دا يقول تعددهم تعدلهم بأكو أخطاء لازم تعدلهم فإذا عندك تقرأ أما ما أعتقد يجي بالامتحان هيت تعال عدل بارغراف يعني ممكن نجيب لك جملة صححة الخطأ الأزمنة وإلى آخر ما هي تجملة بارغراف وتجيب لك بارغراف صفحة ونص لا ما استحيل جملة ممكن يجي وجملة A ممكن يجي ثم يجي ثمانية أربعة The reduction of adverb closes The adverb closes of time reduced adverb phrases طيب شنه معنى هذا الحج شنه معنى خليكم مياه هنا الادفير بكلوز تايم والرديوست معناها هو اختصار الكلام لصيغة أقل لصيغة أقل خلينا نكتب ملاحظة خلينا نكتب ملاحظة على هذا الموضوع للقيام بعملية الريدكشن هاي الريدكشن او مرات يقولون رديوست للقيام بعملية الريدكشن او رديوست اللي هي التقليد انا احب فضل اكتبها بالانجليزي حتى من يجيك بالامتحان بتعرفها نقوم بحذف الفاعل نقوم بحذف الفاعل بعد الادات فاعل بعد الادات ركز يمي فاعل بعد الادات نقوم بحذف الفاعل بعد الادات اكتب يمي نقوم بحذف الفاعل بعد الأدات ونحذف فعل الكينونة ونحذف فعل الكينونة ونحذف فعل الكينونة ونحذف فعل الكينونة ونحول ونغيف ING للفعل راح أعيدها مرة أخرى للقيام بعملية الـ Reduction أو Reduce اللي هي التقليل نقوم بحذف فاعل بعد أداة الربط فاعل بعد أداة الربط وكذلك فعل الكينونة ثم إضافة ING للفعل ثم إضافة ING للفعل هاي أمرت ينعدت الملاحظة طيب خلينا نطبق على هذا الحج هنا عندي هاي الـ While هاي أداة الربط عند الـ I was راح أحذفها ورننج هي بها رننج خلاص هاي ما العلاقة به راح أصير I fell while running down the stairs خلاص بس حذفت الـ I وحذفت الـ Was والفعل هو أصلا بـ ING فقلاصا ما العلاقة به زين ثانيا While I was walking راح أحذف I was تبقى عندي walking حذفنا I was صارت عندك I walking I saw my psychology professor I saw I saw my psychology عفوا هيها نفس هالجملة الثانية Before I left the class I عندي before راح أصير before leaving زين استاذ الـ I حذفناها بس ما عندي وز خلاص ما عندي وز أنا عندي left شون أضيفها لـ ING صير أحط ING للماضي وين صارتها مستحيل أقدر أحط ING للماضي يعني أنا عندي played حط لنها ING لا رجحها للليف وحط لها ING left اللي هي غادرة صير أصير أصيرها leave يغادر أرجحها للليف وحط لها ING since I began begun راح أصير since beginning حذفت الـ I الفاعل بعد ذات الربط was ما عندي أصلا الـ began أرجع للماضي صارت beginning after I had taken الـ I أحذفها والـ had أحذفها الفعل المساعد حذفتها يعني يعني خلينا نقول نحذف الفاعل والفعل المساعد أتوقع أفضل أتوقع الملاحظة لو كانت نحذف الفاعل والفعل المساعد سواء إذا كان was أو had يعني ضيف وإذا كان was أو had after I had taken راح أصير after taking ليش ما حطيت للآية مستحيل taking بس نحط الـ I راح أصير after taking the class الـ I حذفتها والـ had حذفتها sometimes it is possible to reduce a long complicated word to shorter بع بعض الأحيان نقدر نقلل الجملة القصيرة إلى أقصر طيب هذه ملاحظة the adverb close can be reduced to an adverb phrase adverb close ممكن نسوي adverb phrase if the close begins إذا إذا بدت الكلمات after before since when نقدر نسوي adverb close ونسوي adverb phrase يعني الجملة إذا كانت طويلة جدا وبدأ after before since ممكن نقلل ها إلى أصغر طبعا هذا الشيء نسوي نسوي هذه الجملة هذه الجملة جملة تتكون من جملتها سويتها بسيطة تتكون من جملة تتكون من جملة تتكون من جملة هذا صار هذا صار أدفير phrase هنا كان أدفير بكلوز سويت أدفير بفريز لماذا حذفت الفاعل؟ أنا من حذفت الفاعل الجملة صارت عبارة موجملة قلصناها يعني أدفير بكلوز لا يمكننا أن تتغير إلى فريز في المهم آه تقول أننا ذكرتها قبل شوية خلينا نأخذ ملاحظة بأن الفريز ما بيها فاعل أما الكلوز بيها فاعل هذا 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 إذا قلت وإذا صار فريز إذا الفريز ما بيها فاعل باعلي ويا هذه الجملة I was very sad while I was picking my suitcase شوف راح صير رديوست كانت تكلوز راح صير فريز يقول I was very sad while picking while packing my suitcase إش صار هنا آني شويت شويت هنا حذفت I was وخليت الفعل مثل ما هو نوو I NG نزلت مثل ما هو نزلت مثل ما هو إذن جملة ثانية لأن ما بيها فاعل قلت عليها فريز جملة يقول لأن بيها فاعل I قلت عليها close نفس الحج ونفس سوالف ونفس الموضوع before I left my country راح أصير before leaving since I come راح أصير since coming حذفت I والفعل I I NG كل شي جديد ما عندي While Sandy and I were camping راح أحذف هذا الحل قدامني تمرين 23 حتى تشوف بعينك حتى تشوف بعينك الحل موضوع جدا جدا بسيط ومهم يعني هو يجيب لك جملة وقال لك أسوي لها reducing يعني قلل موضوع جدا بسيط راح يصير While أنا قبل شوية الملاحظة توني قلدها توني شوية إذن أنا عند هنا Sandy and I were هذول كل هم راح أحذف هم يابا ليش حذفتهم لأن هم مفاعل وال was here and where فعل المساعد حذفناها صارت While coming and they ك لا بلا بلا ما سوينا كل شي جديد كل شي جديد إذا اللاحظ إذا اللاحظ هاي جمل يعني ما جبنا ايش جديد Before we left صارت Before leaving After we had صارت After finding When Sandy looked around When looking We saw We saw many beautiful while we were fishing We were were fishing We were had caught caught After catching After catching catching We talked about beautiful day while we were eating Awadana While eating We were didn't have nothing or anything Now we will make Adverb close reduce Adverb phrase Let's write a Adverb close If Adverb close When while because Because When 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 Because Because Are When Why And Because In You Can I have And With إذا جاءت أدوات الوين والويل والبيكوز في بداية الجملة يمكن حذف هذه الأدوات وحذف كذلك الفاعل وإضافة للفعل الذي يليه إذن إذا لقيت هاي الأدوات أقدر أحذفهم وين ماي ماذا إذن طالما عندي وين راح أقول سينغ ماي كذا أنا عندي سو رجعتها على السي وحطت لها آي أنجي أنا عندي وايل آي ووز ويتنغ صارت وايل آي ووز ويتنغ صارت ويتنغ حذفة الوايل والآي والوز لأن الوز بعمل مساعد نحن لقنا نحذفه طيب بالله بعد إش عندنا الجملة اللي بعدها because I want to be brave أنا عندي وانت حطت لها آي أنجي حذف طبعا رجعتها للمضارع أكيد مصدر سويتها آي أنجي حذفة البيكوز وحذفة الآي تمريين اللي بعدها أبسط من عندها ماكو أبسط من عندها ماكو because I didn't know راح أحذف البيكوز والآي والديدنت ورح أقول knowing when I got in the taxi راح أقول getting while I was riding راح أقول riding because it was pretty late because it was pretty late إذن هاي الجملة تبقى نفسه ليش؟ لأن ما بها فعل because it was هاي راح نحذفها pretty إذن هاي ما بها فعل نعم ما عدنا بها فعل رئيسي ما عدنا بها فعل رئيسي لذلك راح نخليها مثل ما هي أصلاً مثل حلال منقدر نسوي لها reducing حلنا reducing اللي بدنا نسويها غير نسويها إذا كان عندي فعل وكان عندي شبه جملة أصلاً ما عندي يعني ما أقدر فمثلاً عندك when I arrived أحذف الwhen والآي راح أصارت arriving because I had no change when I give him راح أصير giving him while we were talking راح أصير talking talking راح أصير talking هذا الحل مثلاً على سبيل المثال because the police officer because the police officer didn't change couldn't change not being able to change changing أو no changing لأنه نفي طبعاً no changing not being able not being able to change هم ترهم صح not being able to change هم يصير not being able لا تكون لا يتغير طبعاً لأن عندنا كد السيول كد هنا يعتبر فعل مساعد تقريباً فنقدر نبدأ changing أعتقد نقدر نبدأ changing مباشرة يعني عادي يصير نبدأ changing when I finally entered entered my room هنا قايل لك Entering أكيد راح نحذف هذا النيكل نخلي الانتر رجع على المجرد نضيف ING ING التمرين اللي بعد بسيط كلش يريد من عندنا نكمل since coming to since coming to since coming to this university I had studied hard مجرد نكمل منذ أن دخلت إلى هذه الجامعة وأنني أدرس بجد before leaving قبل أن أغادر before leaving my hometown بلدتي أو مدينتي I used to work موضوع بسيط يعني مجرد نكمل while going to my classes I talk to my friend وإلى آخره هذا هو الحل قدامنا نشوفه هاي ثلاثة وهاي ثمانية وهذه عشرة while taking talking to my father أثناء متحدثي إلى والدي I didn't know what to say طيب طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة لتمارين اللي موجودة بالكتاب عندنا هنا مراجعة بعض الأسئلة وبعض الأمور صراحة أفضل أنه نقرأ المادة ونضبطها آآ أدنا بله هذي هم شوية موضوع ها جاكتف أدنا هذا عدنا هذا سكشن تو قيل campaign groups of sentences أربطت جمع بأدوات ربط مضوع بسيط هذا إن شاء الله يقول the last test was difficult آخر الامتحان كان صعوب I received high grade on it I had studied for it يقول كان الامتحان صعب وأنا حصلت على درجة عالية إذن هذا شنوه من المعنى واضح هذا تناقض بالرغم من أن الامتحان الأخير كان صعب إلا أن ني حصلت على درجة عالية السبب because I had studied hard for it إذن بهاي السبب راح أستخدم هنا مثلا although although بالرغم although مثلا طبعا نخليها بالبداية عادي although the last test was difficult بالرغم من أن الامتحان الأخير كان صعب I had I received high grade on it إذن ورها راح أقول because I studied for it طيب أستاذ أنا ضعيف ما عندي معاني شون راح تجين بالامتحان شون راح أحلها والله 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 وأنا مسؤول عن هذا كلام اللي يقرأ هاي التمارين ويحفظ المعاني بيهم أي جملة تجين لو خارجية يقدر يحله لأنه لأنه هذا المناز مليون تمارين ملي يفصخ لك المادة تفصخ يعني ما يخلي لك تحتاج شيء إطلاقا ما يخلي تحتاج شيء نهائيا من العرف إذن راح نستخدم جدا طويلا لن ينجح في الامتحان عدد قليل من الطلبة بدأوا الدراسة they will not pass the class لن ينجحوا أو لن يعبروا هذا الصف رد نعرف شنو العلاقة ما بين الجملتين عدد قليل من الناس بدأوا يقرؤون they will not pass the class a few students start studying عدد قليل من الطلب بدأوا يدرسون they will not pass the class لن ينجحوا في الامتحان عدد قليل بدأوا الدراسة ولن ينجحوا في الامتحان إذن نعرف الأداء بين هاجم يعني من أقول some students in the class يعني طبعا هذه الأسئلة كلهم أي سؤال يجيني بشكل عنه بغض النظر عن هذا التمجيل أنا طبعا مرات التسجيل يقف يعني عندي عندي مرات التسجيل يقف عندني أثناء الكلام يقف التسجيل لأنه عندي هواية تسجيلات واللابتوب لا يتحمل تسجيل كثير فمراتي توقف التسجيل بس هنا أحب لأن يطلع يوم يتوقف تسجيل فمرات من يتوقف التسجيل يعني الجوز الكلام ما يكون واضح بعدين تقدرون تشوفون الفكرة هنا أنه هذا التمريد بشكل عام من أجي أريد أحله أستخدم يعني إذا اشتد بيك الأمر فد نوب اشتد بيك الأمر جدا يعني بتريد تحل مدى يرهم بالحال حاول حاول تستخدم أكثر من أداة وتشوف المعنى رهم لو ما رهم يعني مثلا بتجملة هنا part 3 in her office at noon since she was eating مثلا wire استخدمت wire بعدين أقول وين أنا أقول sins أستخدم هذه الأدوات اللي أنا أحافظ هين وأشوف يا واحدة راح تجي أقرب عليهم وخلص أشوف واحدة أقرب شي بالمعنى يجي راح يصير تمام يعني هذه الجملة الخامسة بين سبب يعني ما يصير أقول sins sins مرهمة بيش سياق سبب ونتيجة بس هاي أكو سبب هما ظلوا stay up late كانوا متيقظين لأنهم they managed to get to the class on time لأنهم أرادوا أن يصلون إلى الصف بوقت مناسب وهذا هي الفكرة يعني نحاول نستخدم خصوصا بالامتحان لما يجي الجملة حاول تستخدم أكثر من أداة إلى أن تشوف أنسب أداة ومرات الأداة تستخدمها بالبداية ومرات تستخدمها بالوسط هاي إذا اشتد بك الأمر وإلا أن تجمل كل البسيطات وواضحات يعني إن شاء الله ما توجون به أي صعوبة طبعا هسا أنت تواجه هسا أنت تشوف أن تحس أن الصعبات عليك أكيد لأنك ما قال بس أرجع أقرى المادة وحل التمارين اللي أخذناهن وحاول تختبر نفسك وتعال رح تشوف إن شاء الله سهل بالنسبة لسكشن 3 يقول أكمل الجملة التالية فراغات يا مسهل يقول هنا تناقض إذا نريد نستخدم تناقض يقول كلا الآن ستين فلانة وفلانة قمت لنا too much homework إذا نريد تناقض although the time is not too long بالرغم من أن الوقت ليس طويل أو although the examinations are very soon بالرغم من أن الانتحانات قريبة جدا كلا الآنستين فلانة وفلانة أعطتنا واجب منزلي طويل يعني يا مسهل تخيل الأبسط شي هاي مثلا هنا على سبيل المثال يقول during the taste خلال الامتحان the usual that their students يجعلون الطلاب يجلسون sit where كذا 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 ش تحب الضيف ضيف where خلال الامتحان their students sit يجلسون الطلاب where they watching them بينما هم أو بالمكان الذين هم يشاهدون فيه يشاهدون هم فيه يعني موضوع إخوان كلش بسيط والله جدا بسيط ممكن يعني هسه هسه ما يحضرك شي جمل بس بالامتحان وعليك يعني عندك درجة لا رح يحضرك بسيط وعليك تدرب تدرب عليهم حاول تدرب عليهم يعني مثلا جملة الثالثة every time مستر فلان ضروفة we finish هوليدي عادي لأننا سوف نقضي فلان كذا عطلة أو because we have off oh here we have holiday we have عيد الفطر we have we have أي شي إذن مجرد إحنا رح نكتب سياب بسيط فلان قال لنا أن إحنا معدنا واجب في البداية خلي زمن وقت when we study Islamic or religion من درس إسلامية مستر فلان قال لنا أن معدكم واجب because it is easy subject لأن الموضوع سهل مثلا أعطي reason سبب بس لا أكثر ولا أقل وهذا الموضوع الآخر يريد شسمه reduced phrase in a full adverb close طبعا هنا أخوان يريد بالعكس يعني هو منطيك الجملة ويريد ترجح الأصل إحنا مو كدنا نقول we were driving ونحذف ال we were حس هو منطيك driving يريد من عندك أنت تحط ال while يعني هو كان قبل ينطيني مثلا while we were driving ويريد من عندي أختصرها أقل while driving هناش راح سأقول we were driving بس تقول لي شون عرفت where ما ها هي ال we أنا راح نقول we were بس لا أكثر وناقل before leaving ممكن أقول before we were leaving when I when I when he saw لأن عندي C رجع للماضي يصير show لأن يعني احنا ذكرنا when I saw نحط ال ون نحط نحن 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 موضوع بسيط يعني أبدا مصعب after getting we were getting cold when we were after getting صير after we were getting يعني موضوع إن شاء الله أبدا ما بي صعوبة أبدا ما بي صعوبة الان الروح على 9 1 adjective closes رح نتكلم هنا عن أدوات الربط أو الظمائر الوصل relative pronouns ظمائر روصل الظمائر الربط اللي هنا الwho والwhich ولب 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 أخي أول أدات رح نتكلم عنها وهي الwho الwho refers only to people وهذه أعظم مهمة إذن الwho تشير إلى الناس العاقلين الشخص العاقل the man the man is a police officer he lives next door he lives next door طيب the man who lives next door is a police officer طبعا يعني الآن هاي الجملة الثانية هاي إضافية يعني نقدر حتى نقدر نحذفها يعني الرجل هو ضابط شرقة حلو عبارة هاي ليش تموها هدوات الوصل توصل تربط إذا اللحظ إحنا هاي العبارة هنا طبعا يعني هناك شغلة مهمة إحنا لازم نعرف المعلومة الرئيسية والمعلومة الإضافية من أقول ذمان is a police officer الكلمة الرئيسية أن الرجل هو ضابط شرطة he lives next door عبارة he lives next door رح أخليها وراء الذمان who lives next door وراء is a police officer رح أخليها بالأخير رح أخليها بالأخير فإذن عبارة who lives next door حتى نقدر نهذفها الرجل هذا ما الرجل هو ضابط شرطة يعني كل شي ما هاي إضافية وهاي رئيسية طيب هاي من النسبة للهو رح نحتاج هاي المعلومة وكلش مهمة ناخذ الأداة الثانية اللي هي whom is objective form of who refers only to people عندنا الهوم أيضا تستخدم للعاقل ولكن الهوم دائما يجي وراها فاعل أما الهوم فما يجي وراها فاعل الهوم وراها فاعل الهوم هذنه أداتي عندنا الويتش طبعا الويتش تشير إلى شيء إنجمات أي شيء غير عافر مثلا عدنا عدنا last week someone hit its dog the dog was only puppy last week someone hit its its dog which which was only puppy who هذفنا هذا dog وخلينا بدالة which خلينا بدالة which عدنا that أيضا that that خلينا نكتب ملاحب عن that تستخدم that نكتب ملاحب عن that استخدم الذات للتعبير عن أو مع عفوا مع استخدم الذات مع العاقل وهير العاقل وعند استخدام ها يجب أن لا نستخدم أي تفوارز إذن عند استخدام الذات ما رح نستخدم أي فارزة that refers to people animal ومن استخدم ما نستخدم أي فارزة the police officer that the officer blah 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 حتى ذات I بينما نرجع للجمل الذي قابله الوجه قابله فارزة أغلب هم فارزة لكن الذات ما نستخدم إيها فارزة نستخدم نجعل الأداة who's نكتب عليها ملاحظة تستخدم الwho's للربط بين جملتين ويمكن معرفة هذه الأداة استخدم الwho's للربط بين جملتين ويمكن معرفة هذه الأداة من وجود تملك ويمكن معرفة هذه الأداة من خلال وجود تملك ويمكن معرفة هذه الأداة من خلال وجود تملك أداة يعني؟ إذا أريد أن نكتشف الحل نذهب إلى جملة الثانية من نقول his من لقينا his إذن هذا تملك إذن سنستخدم الأداة who's وهذا أغلب شي تأتي بالاختيارات خصوصا بحيث أن who's وراها دائما تلقى ما تلقى فاعل تلقى اسم caught اللي هو نفس هذا يعني دائما نلقى وراها فد شي اسم مفاعل مثلا who's love الحب اسم يعني ورا الهوز دائما نلقى اسم ملاحظة جدا مهمة ورا الهوز دائما نلقى اسم who's roof ثقف يعني ما تلقى أي شي آخر تلقى اسم دائما طيب أما الوين الوين البسيط تجعل وقت ذيك وين هي وضوها الشمس this time of the year there are good كذا طالما عندي رح خلل الوين بالنص وكمل الى آخر اما الوين فهي للمكان أنا عندي ميوزيك ستور رح أقول وين ونزل الحل مثل ما هو الوين موضوع موضوع بسيط جدا الوين للريزن إذا كان عندي سبب مثلا عندي ميوزيك ليس تخبرني الريزن وين يتخبرني عمل ميوزيك قبل ذكرنا الهو هذا لدينا مثلا لدينا الهو هذا الحل صحيح لأنه يستخدم لفاعل وراه أما هذا غلط شوف نحطها خلط ذكرنا أنه يصير ولا الفاعل مثلا هل ميوزيك في مروض كذلك ميوزيك ميوزيك ستور ميوزيك ميوزيك كذلك هل ميوزيك في مروض وميوزيك وميوزيك وهي كذلك وهي وهي مشهورة وهي دائما تكون مشهورة دائما المعلومة المهمة نخليها بالأخير المعلومة المهمة دائما نخليها بالأخير مثلا مثلا I am waiting for the sky and the red Who will be the teacher الذي سوف يكون مدرسا إذن Who will be my teacher الذي سيكون مدرسا إذن المعلومة المهمة الغالب يصير بالجزء الثاني المعلومة المهمة سيكون دائما في الجزء الثاني يعني موضوع إن شاء الله مو صعب وبسيط وعندي منزمة أيضا على هذا الموضوع دعونا نراجح عن هذه الأدوات التي أخذناها بها الملزمة سوف نراجع الأدوات بها الملزمة قلنا لدينا جملة رئيسية Main Clothes وعندنا Subordinated Clothes الـ Subordinated Clothes قلنا هي الإضافية والـ Main Clothes وعندنا نراجح الأدوات المهمة المهمة هذا الحشم تورذكرنا سوف نأخذ ذنثلة طبعا هذه منطق مستعرض لك الأدوات ولكن هذا الحشم لا يفيد ذلك سوف نبدأ أول أداة أول أداة قال لك الـ Who لاحظه كل شيء مهمة قال لك الـ Who معناها بالعربي كذا 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 منطق القاعدة يعني العاقل منطق القاعدة قالتها فاعل و هو وراها فعل قال لك ورا الـ Who قال لك فعل مثلا سمير هو لاعب سمير هو لاعب وسجل هدف الفوس طيب قال لك سمير هو فاعل فاعل هو وخلينا هو بداله وخلينا هو بداله وكملنا الحزمة مثل ما هو إذا لاحظه قبل الـ Who ماذا عندي الفاعله هو بلاير؟ قبل قليل 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 هو اللاعب ألنمي نفس الحالة يعني ما عنده إيشي جديد نجعل الـ Watch قبل ذكرنا الـ Watch قليل أن تجمعها نجي هنا I have read the letter علي send it for me طبعا عندي letter هنا الرسالة لنقول the letter which علي send إذا اللحظ بأن letter جماد قبل الأدات هذه الأدات قبلها جماد لتر بينما هنا كير اللاعب قبل الأدات شوف إذن قبل الأدات كل مهم قبل الأدات وبعد الأدات جدا مهم لازم نركز علي لازم نركز علي مثلا this is the dog I hate meat last night this is the dog which I ate meat last night Have you seen the book مثلا خلينا ناخد مثال آخر شوي أوضح بمثلا The music which The music which هاذه music حاطينوها الوج جماد حاطينوها الوج بعدها لدينا أي أداة لدينا الهوز نستخدمها بالتملو مثلا هذا الرجل هذا الرجل الذي سرقت سيارته هذا الرجل الذي سرقت سيارته إذن إذا سونا حذفنا الهوز و خلينا الهوز و قلنا وراء الهوز دائما يجينا شفت شي بيتملو كار سيارة و الأخري يظهر المنزل المنزل و رائع الهوز المنزل المكان و قلنا يجب أن أقضي ملك عن المكان مثلا هذا سيتي عندما نرى السيتي مكرره سأقول where إذا لم يكن سيتي مكرره مثلا قلت لي I like my city I was born in I like the city I was born in التي ولدت بها بعض الأحيان يضع الاسم مارتين أنا سأحذفها و أخلي الـ where بدأ بس I like the city where I was born إذن إذا كانت الإداة التي مكرر نحذفها إذا لم يكن سأحذفها إذا لم يكن سأحذفها دعنا نرى عبارة أخرى This is the village where my friend أحمد lives هنا الـ village لم يكن سأحذفها هنا place where building where يعني كل شيء إذا أجاب لي جملتين و قالوا أربطهم أباوه هل عندي الأداة الكلمة مكرر مرتين أحذفها و أضعها ببدالة ما مكرره أنا أضيف الأداة على شنا أضيف الأداة على الكلمة التي عندي هل هي عاقل هل هي جمال هل هي تملك هل هي وقت هل هي مكان زمان هل سأحذف الوقت هل هي أذف الأداة أذف الأداة على الكلمة التي عندي هناك في الأداة فقط طالما أكرر الأداة سأحذف الأداة و أضعها في ببدالة و أعوضها عنها و نزل جملة مثل ما هي سأحذف الأداة السابرينغ هو السيزن الربيع هو الفصل و عند فلاور المحل سأحذف إذن هذا إضافناها من العدد ثم نعتبر ذكرنا الواي هي الدلالة على الريزن أنا أعرف السبب الرئيسي لماذا هو غير السيء يعني تستخدم السبب ونربطها بين جملتين من يكون عندي سبب مثلا نجيب اللي بالامتحان I know the main reason بعدين نجملك الجمل الثاني أنا أعرف السبب الرئيسي ولماذا هو غيرها؟ هذا مو وقت ولا زمار ولا مكان طيب ولا نسب ذات أيضا تستخدم ولكن من استخدم الذات لا نضع فوارز يعني لا يوجد عندك فوارز إذا لقيت فارزة شيل الذات بس تلقي فارزة شيل الذات طبعا التمرين الأول مهم التمرين الثاني يقول أربط بالأدوات يعني أتوقع الموضوع بسيط إن شاء الله ما رح يواجه به المشكلة الآن طالما عندي الاسم مكرر رح أحذفه وراح أستخدم ببدأ لهوز الاسم من ألقاه مكرر أحذفه أسهنا فامليز وفامليز رح أحذفه وخلي ببدأ لهوز هوز هوم كذا كلها تنحن ليش لأنه مكرر لفامليز قبل شوية موجود هذا فامليز قبل شوية موجود فامليز قبل شوية موجود مكرر لفامليز قبل شوية موجود والحلول كلها موجودة عندي والملف كامل أقدر نعرض الحل ونشوفه بس ما رح نستفاد كل شي لازم الواحد هو يقعد يحذ ألف مرة إذا أقول هذا الموضوع أخوان خلينا نقعد نحذ حتى لو ما ظل وقت على الامتحان لا مشكلة إذا أنت أقارك اليوم بيوم ما ما رح تواجههم مشكلة أنا شرحت الموضوع مرتين ونطيت أمثلة كثيرة جدا وضحت بما فيه الكفاية وكلام أعتقد يعني كان جدا وافي فأنت تقعد هنا تحل هذا التمرين تشوف نفسك صحة من خطأ تمرين الثاني عندنا تمرين الثالث وعندنا تمرين الثالث تتحدث كيف تستخدم تشوف نفسك هنا قائلك استخدم لي أداة وكمل الجملة أيضا هذا عليك ما رح أحله الحل كلها موجود عني الملف كامل موجود كل الحلول محلولات تحل نموذجها أصلا وأقدر أعرضها هسا بس صدق ما رح تستفاد إذا ما أنت تحل بنفسك إذا ما أنت تتعود على نفسك وان داحل داحض لك جملة جملتين مثلا لا أحب أن أعيش في المكان أين لا يوجد موسك نلاحب المكان الذي لا يوجد فيه مساجد مثلا إذا الموضوع هذا خاص بك أنت تقدر تكتب كيف موسك الوقت موسك مجرد نحن نكتب من عندنا وبعدين نعرض الحل نشوفه هل هو صح؟ بعد ما نحل نحن نحن هنجل نحن 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 تخلق to make meaning of the sentence clear called كذا 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 يعني مثلا الاجهة لها الجملة my brother who lives in Chicago gets married yesterday اخويا اللي هو يعيش بشيكاغو تزوج البارح طيب الان هذا اللي باللون الاجهة معلومات غير اساسية والدليل الان اللي هو حذفتها المعنى نفس المعنى اخويا تزوج البارح وذا قلت اخويا اللي عايش بشيكاغو اخويا اللي عايش بلندن يعني هذي يسمونها unnecessary information مجرد it is just needed to identify the noun to make the meaning of the sentence clear بس مجرد يتوضح للمعنى الاضافي للجملة كل شي ما راح تسوي يسمونها unnecessary information معلومات ليست ضرورية او معلومات ليست مهمة طيب وطبعا نفس الحج my brother who lives in Chicago got married yesterday ما راح يعني ما عدنا يسمونها معلومات غير اساسية غير مهمة طبعا احنا نعرف دائما احنا عدنا هذا موضوعنا هو اسمه ادوات الربط ونستخدم ادوات الربط احنا دائما يعني يعني هنا يقول انش اسر الاجكتب separated by commas from the rest of the sentence هنا ملاحظة مهمة كلش يقول هاي المعلومات الغير مهمة دائما تنحط بفارس الله شوان معلومة حلوة يقول لك هاي المعلومات الغير مهمة اللي دائما تنضاف هاي دائما تنحط بين فارستين حلو حلو كلش حلو هاي المعلومة مهمة يعني يقول لك ماي فاذا اخوية او والدي هو اس بريتول والدي اللي هو الطويل القامة بليد تنس ان كالج كان يلعب التنس في الكلية اذا هذا المعلومات الان امبورتن غير مهمة هاي هي بس مجرد تزوج لمعلومات بس هي مؤساسية دائما محتوطة بين قرس طيب اذا هاي خلينا نكتب ملاحظة المعلومات الغير اساسية والمعلومات الغير مهمة توضع دائما بين فارزتين نكتب هاي ملاحظة هاي الملاحظة كلش مفيدة يعني جدا مهمة حتى لو كانت المعلومات بالأخير حتى لو كانت المعلومات الإضافية بالأخير هاي ملاحظة هاي ملاحظة من والدي الذي هو لاعب ممتاز كلمة هو لاعب ممتاز ها ما نحتاج ليش لأنه إضافية وأنا أعرف بأن والدي هو يعرف أصلا يعني والدليل أنه كيف علمني كيف أخلى علمني أنه أنا ألعب تنس ولا هو مو ماهب طائمة لو ماهدي يسمونها إضافية بس لا كثر ولا أقل حتى نمكن نحذفها بس بس الجملة الأساسية من قدر نحذفها سأقول أنا أنا تعلمت كيف ألعب تنس أنا تعلمت كيف أستطيع ألعب تنس من والدي لأن والدي هو هو لاعب ممتاز ما قدر أحذف أنا تعلمت أنا تعلمت ألعب تنس مستحيل لنائية الأساسية طيب ملاحظة أخرى مهمة جدا خلينا نكتبها أداة الربط ذات أداة الربط ذات ей تستخدم للربط بين الجملتين للربط تستخدم للربط هي أداة تستخدم للربط هي أداة تستخدم للربط حيث عندها استخدامها لا نستخدم فارزة وله هذه تحدثت و هي الذات باعله ؟ لا اختلاق كل شيء موحول هذه الأسئلة، فقط الذات ولكن الوتش دعوه اختلاق مثال هذه هي القمدة تطبيقها oughtشيكاغو تأثن لك فارزة هذه هي طبيقها لماذا تأثن تأثن فارزة؟ لن تأثن تأثن فارزة بينما هناك قلت صحيح لأن تأثن فارزة لأن لو تشخص و إذا عندك لن تأثن فارزة ولكن لو تأثن ذات لن تأثن فارزة هو نحط ذات ويالفارجة ما رهما ترهم يعني مو رهما مو رهما تحط ذات ويالفارجة مو رهما هنا يقول بعض الوقت أنه يجب أنه يسعر بعضنا حيانا يقوله من الصعب أنه تعرف المعلومة الأساسية والمعلومة الغير أساسية يعني يقول كتاب القواعد كتاب القواعد خاصتي الذي في المنزل كان جدا غاية يعني هنا ما هي الجملة التي نقدر نحذفها هل نقدر نحذف لو نقدر نحذف كتاب القواعد أنا برأيي شخصي أرى كتاب القواعد ليس جدا غالي ليس جدا غالي فأنا أتوقع اللي هي نقدر نحذفها هي هي الـ لأننا دائما نقدر نحذفها وإذا أعذفنا ما يتغير المعنى تقريبا يعني هو مو مرأة يتغير المعنى تماماً بس تغيير المعنى ما يعطيك شيء يعني حذف هذه حذف هذه الكلمات لا يؤدي إلى ظهور معنى جديد إطلاقاً هذا ما نسميه طبعاً هو أنا كاتب ملاحظة تحطي على مجلسات المعنى أو الطيب لا يتغير المعنى الى مجلسات المعنى بعض الحيان لا تحتاج إلى معلومات و روية يقول مثلاً دينفور مدينة جميلة لديها لديها تحتوي على جامعتين يعني تتوقع نفس الحكي ما يمكننا أن نحذفها هي مثلا بغداد اللي هي مدينة أو اللي هي محافظة أو عاصمة جميلة جدا تحتوي على أربعة جامعات على سبيل الناس إذن اللي هي ما نقول بغداد اللي هي كلش جميلة وهي جدا حلوة تحتوي إذن اللي هي كلش حلوة هي النسلسرين فالإنشاء اللي نقدر نحذفها هي دائما تكون النسلسرين فالإنشاء اللي هي هنا عدنا تمرين يقول underline the adjective clauses and the circle the clauses identified يعني يريدنا نحدد النسلسرين والإنشاء اللي هي النسلسرين فالإنشاء اللي هي أولي grammar class صف القواعد اللي خاص بنا أو مادة القواعد عندنا which meets us at night and tomorrow is very interesting نقول لي إحنا نلتقي فيها في الساعة التاسعة صباحا هي جدا ممتعة يعني أول أول grammar class طبعا أداة الربط هي watch ليش استخدمنا watch لأنه class غير عاقل جماد نستخدمنا watch أكيد الجملة الغير مهمة نلتقي في الساعة التاسعة في الصباح هذا شيء مو مهم من أقول صفنا أو محاضرة القواعد مادة القواعد عندنا جدا ممتعة مادة القواعد اللي درسنا بها ساعة تسعة هي جدا ممتعة هذا فاتفه هذا اللي بلايزرك هو it is unnecessary information in the class في الصف we don't have any students who are from china في الصف نحن لا نمتلك أي طالب من الصين يعني we do not have who is from china يعني الآن أتوقع عندك لازية جملة غير أساسية هي أصلا أدبر إضافية we don't have any student who is from china أقدر أقول from china معلومة غير مهمة لا هذه معلومة أساسية لأنه لا نستطيع نحن لا نملك أي طالب من الصين أقدر أحدفها ما أقدر فإذن يعني ملاحظة اللي نقدتكم إياها جدا جدا مفيدة إنه نحن نقدر نلاحظ هذا الشيء من خلال السياق نقرأ الجملة ونشوف يا جملة نقدر نحدفها ويا جملة ما نقدر نحدفها مثلا جملة رقم أثمانية والده الذي جدا طويل هو جدا طويل طبعا هنا مستخدم لأنه العاقل أثمانية أنا أعجب في ليبيا هذا هو جدا طويل وهو جدا طويل لا أحدش معلمات أضافية معلمات أضافية التمرين الخامس نحاول هذا التمرين نحل نتدرب عليه يعني يقول read the sentences about كذا كذا 8 sentences and unnecessary circle the explanation that describes 8 sentences نفس الحالة يريد من عندنا ننطل معلومات الإضافية الأشياء اللي إحنا ما نحتاج إيلفيز كذا هو ريكوردس ميد ميليونير وز ليجندري سينجم يقول لك فلان من الناس الذي هوز ريكوردس ميد ميليونير إذن هذه التسجيلات التي جعلته ميليونير هو كذا هو كان أسطورة إذن هاي هوز كذا كان كذا طبعا هاي اللي بالأجر معلومات إطافية إحنا ما نحتاج رح نقدر نحذفها فنحذفها يعني هذا هو اللي بالأجر هذه المعلومات الغير مهمة هو لدنا نعرف ما هي المهمة وما هي المهمة من خلال السياق نقرأ الجملة ونشوف يا معلومة نقدر نحذفها اللي اللي نقدر نحذفها خلص هي هاي النساسري information التمرين الخامس يريد ما يعدنا نختار أي جملة الإضافية أو أي جملة الأساسية بس يعني اختيارات جايبة أي جملة يريد الجملة هو النساسري النساسري تختار وين النساسري information هو من الامتحان أغالبا راح يجيب لك جملة ويجيب لك حجد لي النساسري والنساسري information وإحنا ذكرنا الجملة اللي نقدر نحذفها راح تكون النساسري الجملة اللي نقدر نحذفها واللي هي أساسية هي النساسري information التمرين السادس كل مهم وهذا راح يجيب نمتحون 100% وهذا التمرين يعتمد بالشكل كبير عن محاضرة السابقة قبل هذا الشرح حسن اللي خفتاني قبل هذا اللي هو عن أدوات الربط فضروري نرجع بالفيديو نرجع إلى الفيديو ونشوف المادة جيدا ونقرأ اللي قبلها يلا نجي نحل هذا التمرين فأنا قيل كاري ترمض للأدوات ونننسى بين عندنا أدوات ربط لهول العاقل وش لغير العاقل الذات تستخدم للعاقل ولغير العاقل ولكن بدون فوارز وضروري نرجع على الملاحظات السابقة يلا نحل فنجي من عندي هي أكيد هنا راح أستخدم هو the author who is a French man he wrote this book the author who was a French man wrote this book راح أخلي فارز طبعا وراء الفرنش من خلي wrote this book نفس الحج نفس الحج اللي خبنا قبل مثلا هنا he married a beautiful woman تزوج من فتاة من امرأة جميلة this woman was also author مثلا أحد this woman طبعا راح أخلي بدالها who he married a beautiful woman who was also author بدال this woman راح أخلي هو ليش ننهى عاقل ودائما نحن ذكرنا ومطيت ملاحظات يعني هذا التمرين اللي مراجع على المحاضرة السابقة والملف اللي شرحت علي صراحة مراح يفتهم كل شي من هذا الحل نرجع على الملاحظات ونقعد نحل هذا التمرين واجب نقعد نحله صار عندنا واجبات وغير نقعد نحله ونتعلم عليهم وحده وحده طبعا نفس الحال التمرين السابع يريد من عندي الوين والوير يا أخوان اقسم بالله العظيم هذا التمرين عندي حلمات وانا دائما اقوله هذا التمرين عند الحلمات لدينا موجودة pdf جاهز حل نموذج كامل اعطيك اياه واو حل بس شن الفائدة والله العظيم والله اذا ما تحل انت وتخطئ والله ما تنجح بالابتح والله ما تتعلم الموضوع اذا ما نصح هذا الشي ونعاج والله ما راح تتعلم وما راح تجاوب بالامتح لأن هذا حل تدريبك هو عبارة عن امتح اذا ما تخطئ بالامتح لا تخطئ فحل نفسك جرب يا أخوان اخطئ جرب حل حل بينك بين نفسك يا أخي اذا انت تنام بالهدعش بالليل حاول اليوم تنام بالاثنعش فالساعة تحل بها تمام اذا انت تقعد الساعة خمسة الفجر يا أخي حاول تقعد بالاربع اليوم وقعد اقرابيه اذا انت عندك شغل حاول اليوم تتلم شغلك من وقت وتروح للبيت تحل هذا التماري والله كنا مشغولين كلنا عندنا عوائد وكلنا ظرفنا صعب بس يا أخوان بالله هلكم تقوم هسا انت قاعد تسمع الفيديو بهاي اللحظة انت قرار نفسك والله اليوم رحقها وهاي انا اذمك ذمة اقول مشكول ذمة اذا ما بالله عليك تبق ضروري جدا يا أخوان يعني انا افهم المادة بس ما احل والله ما هاي قرأت صفر خلاص صفر حرفية صفر ايضا عندنا تمرين الثامن نفس الحالة يليج من عندنا نكتب من طين نص جملة ويدا نكمل الباقي وعادي نكتب جمل من عندنا وبعدين نحن ننطي الحل النموذجي بس احنا نريد نجرب بالبداية نريد نغلط نريد نخطأ اهم شي نخطأ حتى نعرف شنو الخطأ وشنو الفكرة الغلطة اللي احنا ما اخذينا وشو نصح هذا بالنسبة للتمرين الثامن الواحد المفروض هاي المحاضرة يرجع يرجع يشوف هاي المادة الماضية ويرجع يحل التمرين من الواحد الـ 18 كل هن يقض يحل ويغلط بيه ويغلط بيه ضرور يغلط طب طعبا هاي المواضيع كلها تتكلم على نفس المواضيع كلها تتكلم على نفس الأشياء انا لدي انا موضوع يقضل كلاسيكال ريكورد كذا شوف هنا مستق حادف اللي يحاط هو سلام خير كذلكم بس يعني والله يا أخوان الموضوع مو صحب أقسم بالله العظيم الموضوع مو صحب الموضوع سهل يعني مجرد هذفنا اللي حطينا بدال هو لا أكثر بالعاقل ليش لأن اللي عاقل واله العاقل أنا عندي صديق وكذا كذا هنا عندي the symphony symphony حذفنا symphony خلينا بدال هو بس لا كثر لا حذفنا لقد خلينا بدال هو ونخلينا ذات عفل ما خلينا أي شي بيناتهم ما خلينا أي شي بيناتهم I have a friend who I have a friend ذات هنا نشوف مستخدم لله و الذات طبعا نحن نحن صحيحات لأن الذات تستخدم العاقل وغير العاقل بس أهم شي بالذات ما نخلي فارزة ممكن نخلي بالهو فارزة بالوير عادي بس من تستخدم بالذات لازم متحق فارزة هاي الفكرة في هذا الموضل هاي الفكرة بهذا الموضل مثلا هنا the professor famous who wrote this book is which the chemistry which the chemistry which who students who the chemistry students have worked هنا اعتقد ذات نقدر نخلي عادي لأن ذات ترهم ويالكون هنا لديكتور سميث ودكتور سميث لأن الثانيات متشابهين وثانيات معاقل سنحذف لديكتور سميث ونخلي هو بدال نخلي ذو ذو بدال هنا the university of madrid نقدر نخلي بدال ذات أو which بس لا اذا خلينا ذات ما نحط فارزة اهمش في هاي ملاحوة نفس الحالة بقية التمن هذا موضوع حتى قرأي الواحد ما يحتاج نقرأ حتى قرأي صراحة ما يحتاج نقرأ يعني موضوع بسيط جدا 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 بسيط بس مجرد تراجع وتحل بينك بالنفس لا كثير ولا قد واي سؤال او شي يحاضر اي سؤال الآن يحاضر اي شي ما واضح ويما هس الآن ما تظهر لك اسئلة بس ان تقرأ وشوف التناقبات راح تقول هاي شلون اشعر يابا هذا السؤال اشعر علي يمك حتى تجد تسعني هاي شلون هي شي زين هاي علي حسنا انت حاليا ما يضرق سؤال بس من تقرأ تضرق لس من تضرق لس ما يقول يابا هاي صار هي شي زين هاي لح ليش ما صار نفس شي ريالتيف النسبة لي هذا الموضوع فهذا الموضوع بسيط جدا وان شاء الله ما راح نواجه بي اي مشكلة نجهي احنا اول شي عدنا الادات هو ونعرف بان الادات هو تستخدم مع العاقل وعدنا الادات وقلنا نعرف بان الادات تستخدم مع غير العاقل وعدنا كذلك الذات تستخدم ولازم من استخدم ها من حط اي فارز ذات انا ادي 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 كلاسيكال ريكورد ريكورد طبعا هنا اعدنا اله حذفنا اي اعدنا هذا الفاعل جماد حذفنا وخلينا ببدال ه انا عدنا ال ات حذفنا ال ات وخلينا ببدال ها ذات ذات لا أكثر ولا أقل هذه طبعاً أمثلة As a subject of a closed that may be replaced طبعاً الذات ممكن نستخدمها ببدال الهو والذاب يعني الذات تستخدمها كل الأدوات بس أهم ملاحظة بأنه إذا عندنا فارزة قبل الاختيار ما نقدر نحق الذات لأن الذات من تستخدم بدون فارزة بس أما هي الذات فنقدر نستخدمها بشكل عام وهي الكل I have a friend who has many beautiful classical records I have a friend that has many beautiful classical records ونفس الحالة طبعاً الذات جداً مهمة تستخدمها الكل بدون أي مشكلة بدون أي مشكلة تقدر تستخدمها للجماد وتقدر تستخدمها لاحق طيب نجي على رقم تسعة بالنسبة لرقم تسعة فقال لي كمباين أربط هذه الجمل بهو أو The professor is a famous chemist هذا الأستاذ هو عالم كيمياء مشهور He wrote the book هو كتب هذا الكتاب الذي ندرس عليه اليوم His book is طيب بالنسبة للجملة الأولى بما أنها لديه فأحذف وهو و أربط الجملة و أربط الجملة خلاص بس بس أحذف هو His book is in the library His book for the graduate طبعاً هنا نستخدم ذات و نستخدم which رقم ثلاثة نستخدم which لأنها جمال طبعاً ال which هو مكررة و سنحذف و نحذف هذه ال which و نضع chemistry The students have walked hard this quarter The student have طبعاً هنا نستخدم ال who لأن هذا The student تعاقل نربط الجملة بايفين الاختيار Dr. Smith و Dr. Smith نحذف و نضع ببدالها who He was He was a lecture at the university at Madrid the university at Madrid as طبعاً هنا University at the Madrid and University of Madrid و سنحذف و نضع which طبعاً نستخدم ذات عادي و لكن أهم شيء ما ننسى أن ذات مننا استخدمها لا يصبح فارز my roommate زميلي طبعاً أنا عندي عاقل وهنا عندي هي أحذف وهو أو أقدرها ذات عادي مو مشكلة Hartford و عندي it فأستخدم which لأنها جماد من من سياسيين سياسيين سنقول هو الذين عندنا أيضاً هو لأنها عاقل ه سنحذف موضوع بسيط و إن شاء الله ذكرنا أبداً لا نجد أي صعوب إن شاء الله ممكن تسألني و تقول لي زين أستاذ أنا عندي الهو والذات و مرات أستخدمين اثنينات ماذا حالة أي مشكلة لا يوجد أي أداة تستخدمها ستأتيك صح أما بالامتحان فمستحيل يجيب لك الذات والهو و إن اثنينات الاختيارات صحيحة يعني ما معقول لك يعني مو منطق هذا يعني ما معقول لك مثلاً سؤال بشكل عام مثلاً يقول لك الأستاذ مدينة عراقية و يقول لك بغدال البصرة عمان يعني مو منطق هذا و مستحيل يجيب لك اختيارين ثانينين صحيحة يجيب لك ثانين غلط و واحد صحيحة ها إذا اختيارات هو خاب يجيلك اختيارات ما هو أكيد رح يجيب لك ذات و مثلاً وياها غير أدوات أو مثلاً مثلاً يجيب لك عاقل و يجيب لك which و where و who فنت هتختار أو which و where و when و why و ذات فما يجيب لك ذات و هو و هنو اثنينات هنو اختيارات و هذا مستحيل يعني ما صايره و أتحدى أي أستاذ أو أي طالب يقول لي هذا سؤال جاهيج إلا إذا بيه نقطة إلا إذا بيه فارزة لأننا ذكرنا إذا عدنا فارزة ما رح نستخدم بالذات إذا أجاب لك اختيارات و قبل أن فارزة رح تختار الهو أو الوجه أو حسب الأداة يعني بس الذات ما رح تستخدمها إطلاقاً إذا رقيت فارزة نجعلها موضوع الـ Relative Pronouns as Objects of Adjective Clause نجعلها إلا إذا طبعاً هذا الموضوع موضوع بسيط إن شاء الله و رح نكتب عليه ملاحظة أولاً هو هناك يتكلم عن ضمائر المفعول به Objects 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 يعني مفعول به أولاً خلينا نعرف شين هو المفعول به يعني أنا من أقول Objects Pronouns ضمائر المفعول به لازم أعرف شين هو المفعول به خلينا نكتب ملاحظة المفعول به المفعول به هو أي كلمة أو ضمير 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 تأتي تأتي بعد الفعل الرئيسي تأتي بعد الفعل الرئيسي مرة أخرى أعيد الملاحظة المفعول به هو أي كلمة أو ضمير تأتي بعد الفعل الرئيسي خلينا نأخذ مثال عليهم I visited here نكتب هذا المثال هذا واحد نكتبه يمنا ما أنا علاقة نكتب هذا I visited here نجرخط جوه here هذا مفعول به لأن جاء بعد الفيزيت والفيزيت مفعول به رئيسي فعل رئيسي إذا نجرخط جوه الفيزيت نقول ليا فيزيت أنت فعل رئيسي والهير مفعول به شين السبب؟ لأن الهير جتني وراء الفعل الرئيسي فرح نقول عليها مفعول به مثال آخر She bought the record آي هذا المثال هم نكتبه على جنب ما لا علاقة باللغة هذا الرئيسي مفعول به ليش مفعول به لأن جاء وراء الفعل اللي هو باقي يشتري باقي يشتري المثال رقم الآخر She bought it الآن أنا أريد أريدك أن تطلع لي المفعول به وين المفعول به هنا طلع لي طيب زين أحسن رح نيجي رح نيجي الريلاتف بالنسبة لي حال هذا الموضوع بسيط كل شيء إن شاء الله بالنسبة لي هذه الموضوع نفس الأدوات نحن رح نستخدم هنا طبعا الهوم لول ويتش لول ذات الهوم مع العاقل والويتش مع الجماد والذات تستخدم مع هن اثنين هن بدون فارسة الهوم مع العاقل الويتش مع الجماد والذات مع الغير عاقل عفوا مع كل عاقل وغير عاقل إذا كانت بدون فارسة I visited here أنا من عندي هير هنا عندي مفعول به بها الجملة أنا باوع الجملة عندي مفعول به نعم عندي مفعول به شنوى الهير شون عرفته من خلال الفيزة تعوني شو رحته شو رح سوا آني أشيل الفارجة الب النص وحط أحذف الهير وحط وانته حد اصبحت صارت شو رح شو رح السوى اللحن شو رح سوا انا حذفت الذري كود ليش حذفت الذري كود نحن ذكرنا انه مفعول به نحذفه حطينا الوجش ليش خلينا وجش؟ لأنه غير عاقل جمال نزلنا الحل مثل ما هو الجملة اللي بعدها عندي ايام لكي كذا شي كذا ايام لكي فور ذات خلينا ذات ببداله ليت حذفنا الليت وخلينا ببداله ذات ونزلنا الحل مثل ما هو شون عرفنا اليت مفعول به؟ وراء نجتنا وراء الباي يشتك ونفس الحالة ذكرنا اوبجكتوف كلوز ذات ما يرميز هوم ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم ولكن إذا استخدمنا ذات مو مشكلة اثناء الحل نفس الحل هنا مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة نتعرف ان البروناون ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم ويشتكتون هوم يعني معناها يقول لك نقدر نستخدم هوم بالبداية عادي ما عندنا مشكلة يقول لك الهوم ليس مشكلة اذا اجتنا ثاني ثاني نقطة انا اخواني يعني انا هذا الحلش كل ما اريد اريد اعرف وش وقت استخدم الهوم الهوم استخدمها من يكون عندي مفعول به شون اعرف امفعول به اجاني ورا الفهر اجاني ورا الفهر اجاني ورا الفهر يقول انه ان ذا سبوكن يقول بالكلام عادي نقدر نحذف الهوم يقول بالكلام نقدر نحذف الهوم بس ايش ملاحظة ان اخذها الهوم يمكن ان نحذفها بعض الاحيان اذا كانت تغيرها او حذفها ما يأثر على المعنى ايش بس ملاحظة ان اخذها بسيطة ماذا اللحظة بانه حتى الوتش يعني اداة الربط هي طبعا اداوات الربط يعني احنا بالكلام بعض الاحيان نقدر نحذفها اذا كان ما يأثر على تغيير المعنى اكيد اذا كان ما يأثر على تغيير المعنى وحتى باللغة العربية مرات نحذف ادوات كلمات نحذفها باللغة العربية عندنا كثير من الكلمات ادوات السؤال تحذف يعني لصعوبة او يعني نقدر نعرف هذا الشي من خلال السياق يعني حتى باللغة العربية مرات نحذف مثال على هذا الموضوع مثال على هذا الموضوع ان اللغة العربية تحتوي على حذف اللي هو يعني يحذفون بعض الكلام وهذا وهذا طبعا لاغراض لاغراض يعني حسب 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 السياق حسب السياق حسب او حتى الوصل او حسب في القرآن الكريم يقول 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 على سبيل المثال عدنا عدنا بآيات أخرى عدنا بسورة الهموزة الهموزة كلا كلا لينبذن ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له أخلده ايحسب ان ما له أخلده هنا يحسب ان ما له أخلده حذفة الألف لأغراض لغوية طبعا اكيد جوز لا نعرفها لانه نحن تخصصنا لغة انجليزية فالفكرة انه حتى باللغة العربية بعض الأحيانين يسرع لدنها فإذا كان الحذف لا يؤثر على معنى السياق ويمكن نعرفه من خلال الجمع النص اما اذا كان النص كلمات مثلا although بالرغم من ذلك و but لا فأي شيء بس ملاحظة ان استفاد من عده عندنا تمرين عشرة Right Who Whom Which That هنا نستخدم واحدة من هاي الأدوات طبعا اذا نلاحظ الجملة الأولى بها فارزة فها هنا مستحيل نستخدم ذات مستحيل فهنا طبعا اكيد راح نستخدم بالجملة الأولى جون Who Most Most of his movies أغلب أفلامه أغلب أفلامه خلي هذا واجب صراحة هذا الوقت تمرين خليه واجب ليش لأن تمرين يجهي يجب الامتحان صراحة فنخليه واجب ونحله ونشوف شون حلنا شوف شون حلنا صح أم قطع فهو بسيط يعني أنا أحب أرتح له لكن قلت لا موضوع هذا التمرين يجيب الامتحانة فخلينا نخليه واجب تمرين 10 واجب تمرين 11 ثم أخبر أخبر هذا تمرين يقلك صحح الخطة سأخبر الأخير ثم أخبر إنه أو إنه Wallace أخبر أخبر محقًا هنا نكتشف الخطأ هل هذه الجملة صح أم خطأ طبعاً يريدك تعدد adjective clause يعني جملة الربط وتكتشف هل هذه الجملة صح أم خطأ أيضاً هذا تمرين رح يكون واجب عليكم أريد نشوف أريد نشوف حالنا طبعاً مثال عليها نأخذ مثال يقول أنه مجدداً 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 ونكتشف هل مستخدم الأداث بشكل صحيح أم لا هذا تمرين أيضاً واجب علينا تمرين 10 وتمرين 11 واجب عليكم تحلون تمرين 12 with another student to improve the following text إنه يقول حسن الخطاء هذا ليس مهم ليس مهم ليس مهم حسن الخطاء تمرين 13 يقول يقول لك احذف أداة الربط إذا تقدر تحذف أداة الربط احذفها وإذا تحب أضيف أداة فارجة حط كم أهم حط حسب أنت تشوف السياب الامتحان الامتحان كان سهل والاختبار كان في يوم الجمعة الامتحان كان سهل والاختبار كان في يوم الجمعة هنا قال عندي التست التست غير عاقل وراح اختار which The adverb closed test was very easy was easy which was last right لأن التست غير عاقل السلامة خيركم ثانيا I enjoy taking grammar test The test والله التمرين هنا أيضا رح يكون واجب أنا صراحة أستغرب من بعض الطلاب خصوصا حتى على يوتيوب مثلا أشرح هذا الموضوع حلت التمرين كله وصلت الحد رقم 14 قلنا هذا التمرين خلوه إليكم واجب خلوه إليكم واجب خلوه إليه حلوه إليه بالتعليقات طيب فهذا الموضوع عويه دائما يعني الطالب يجين يرسلني بالدورات الخاصة بالدورات العامة على يوتيوب أستاذ الله عليك عف هذه الفكرة لا تخلوه إليه واجبات أستاذ الله عليك حلني يعني ما أعرف يعني هاي السالفة ما أعرف يعني الطالب ليش يكره يحل التمرينات ومشكلة بالامتحان يجيك يقولك أستاذ أنا قريت وما جاوبت أنت قريت وما جاوبت لأنك ما تحل لأنك ما حلت بنفسك وكتشفت شون خطأك وين وين الضعف وين ما عرفت تحل جايك بس تباوع الحل تريد بس تحل أبالك هي حزورة تريد تحلها بس ما تريد تدرب تقعد وتحل تعرف هذا صح هذا خطأ هاي ما تريدها وهي نتاجك لما ترسب الامتحان لا تقول لان ليش رسبك لأنك ما تحب تحل وهي النتاج نظرة عامة على هذا الموضوع بشكل بسيط نظرة عامة على هذا الموضوع بشكل بسيط كلش هذا الموضوع يقولك إحنا عندنا أدوات ربط وحروف جر شوني معنى حروف جر ان اون ات الى فور هاي لدى حروف جر بالعرب و بالانجليزي هذا أنه حروف جر قل لك تجي كوي أدوات الربط اللي هم اللي المفعول به اللي هن من هم اللي هن ذكر لك بأنه الهوم والويتش فقال لك تو هوم فأول ملاحظة منطقية هناك قال بعض الوقت يستخدم بحروف جر بحروف جر بالعرب ايو مشكل عامة إن حروف جر تجي ويأدوات الربط وهذا أصلا معلومة نحن قلتنا هنا أدوات الربط فعادة بشكل عام مو مشكلة يعني اقدرنا بعدين طيب بعدين اشقال لك قال لك ذات ليس تحط اداة ربط قبلها الاباوت مستحيل تقدر تحطها قبل ذات غلط حتى هنا من قيل لك اباوت ذات هاي غلط هاي صفر تاخد عليه ليش انا قيل لك انكرك يعني هذا شي غير صحيح هذا شي غير صحيح مو صحيح طيب بعدين اشقال لك اذا كانت اداة ربط طويلة يفضل تحديد ادات الربط اذا كانت طويلة تستخدم هذه الصح اذا كانت قصيرة عادي ولكن اذا كانت طويلة يفضل انه من استخدم اداة الربط بالخير لان هي اداة ربط طويلة فهنا اذا استخدمناها ممكن تجينا اداة ربط اخرى وهنا رح اصير مشكلة لواحد ما رح يقدر يميز يا هي اداة الربط ما لحرف اتجار ويا هي حرف اتجار ما لحرف اتجار فرح اصير مشكلة فاذا كانت الادات الربط طويلة وخصوصا اذا بها يعني سياق طويل في يفضل ان احنا ما نستخدم هذا السياق طيب هذا تمرين قلنا بسيط كلش ما عندنا ايشي بمجرد من عندنا نستخدم اداة الربط جملة بعدها بطريقتين مرة نستخدم الاباوت اداة الربط من البداية قبل الادات وبعدين نقدر نستخدمها بالاخير ايضا نفس الحالة عندنا ايضا الاباوت هنا رح نستخدم اباوت هوم الاباوت مرن حتى قبل الادات ومرن الادات بحرف اتجار نخليه بالاخير نفس الحالة هذا التمرين نحاول نحل نكمل الباقي تمرين ان شاء الله بسيط ومساعد والحلول كلها موجودة واني حاضر اي واحد اي عندك سؤال شي ما واضح مجرد تكتب لي استاذ هذا ما واضح ممكن تعيده انا اشرح لك اياه او او اضحه اليك حتى لو مو مو الا بهذا الفيديو حتى لو فيديو اخر ارجع عيده ما عندي اي مشكل اي تقضي اي نقطة اي تمرين بس الواحد يحاول يحل يحاول يكتشف في انه هو هذا حل صح هذا حل غلط حاول اجرباني احتشوف نفسي وان الغلطة حتى تعرف انه هذا ما عرفه واسأل عمنا نجح هنا Unnecessary adjective clauses that refer to complete sentences Sometimes an adjective clause comes after entire sentence It refers to the entire sentence instead to a single noun. This sentence John's parents were not happy because of the exams نقول بعض الاحيان الاجكتب في كلوز تأتي بعد جملة كاملة وتشير الى اسم واحد يعني شلون John made higher grade on his exam حصل جون على درجة عالية في الامتحان which made his parents happy والتي جعلت والديه سعيدا الان هاي العبارة الثانية كلها المن يشير بيها يقصد بيها الدرجة إذا الناون واحد اسم واحد واللي هو الدرجة هاي الجملة اللي بالأحمر كلها يشي يقصد بيها فهذا هو المقصود بهذا الموضوع يعني ان عندي اسم واحد استخدم الى اكثر من سياق اطول السياق هاي ملاحظة ثاني يقول one adjective clause refer to the sentence only relative pronoun which can be began with it إذا قال لك اذا عندك سياق راح نبدأ ب which راح نبدأ ب that راح نبدأ ب that رابط which انس عندي سؤال واريد جواب هاي الجملة لو جاب الاختيارات which لو ذات which لو ذات ايش راح يصير اختار راح يكون الاختيار الصحيح هو which لأن الذات ما قدر استخدمه واني عندي فارز بسلامة خير طيب بعد اشعدنا هنا ضرق إن شخص المكتب هاي الجملة غدا انفسر ترجع للجملة الأولى يشوف هنا نحطينا فارزة هنا لازم يقول لك لازم تحط فارزة لما عندك هذا السياق ولا ننسى أنه نحن نحط الفارزة لما يكون هيت عندي سياق لما أنا عندي اسم يشير للكل لازم أنا أحط فارزة فارزة جدا جدا ضرورية ريستيت the sentences تمرين 15 ذات un adjective clause modifies the entire sentence الجملة الأولى The little girl brought her bit frog to glass الفتاة الصغيرة جلبت معها حيوانها الأليف إلى الصف جلبت الطفلة الصغيرة حيوانها الأليف إلى الصف This surprised the teacher وهذا ما أدهش المدرس وهذا ما تعجب منه المدرس طيب الآن راح نستخدم هنا which و راح نخلي قبل ال which فارزة ليش لأن هاية لأنه هي الحيوان الأليف هو هذا اللي قاعد نتكلم عنه وهو هذا اللي يخلى الأستاذ يتعجب فنفس الحجش ونفس السياح ما راح نسوي أي شيء نخلي وجه سيربرايز the teacher which سيربرايز the teacher خلي فارزة ما خلي نقطة خلينا نقطة صفر غلط إذا خلينا صف نقطة غلط ليش غلط خلينا فارزة معناها أكو ربط بين الجملة الأولة والثانية فعلى سبيل المثال هاي الجملة يقول the little girl هاي الفتاة جابت وياها الكذا كذا كذا وهذا اللي يخلى الأستاذ أنه هو يتعجب إذن أكو ربط هاي هاي فارزة بس من أخلي النقطة معناها جملة جديدة يعني معناها الفتاة الصغيرة جلبت معها الحيوان الأليف ونسكت وبعدين يبدأ يتكلم من جديد هذا جعل المدرس هذا جعل المدرس مثلا ينزعج أو أو يتفاجئ الآن أنت تفهم السياق ولكن يعني باللغة الإنجليزية بشكل عام الآن أنت فصلت الجملة الأولى عن الثانية معناها تتكلم عن موضوع جديد شون هو هذا اللي يخلى الأستاذ متعجب يعني كشخص أنا ما أعرف شون هو لأن انت فصلت الجملة الأولى عن الثانية لأن حطيت فارزة احطيت نقطة لنت تحلي نقطة معناها أكو راب أكو فاصل جديد ان قطع الكلام عن القطع أو أعرف عن الحيوان الأليف وعن الفتاة تماما وبدينا بكلام جديد تماما هذا هو المقصود بي مقصود بي مقصود بي ومقصود بي ومقصود بي اللغة التي هي أفضل لغة في العالم قبل اختصار الكلام في هذا الموضوع دعونا نكتب ملاحظة في موضوع الـ Reduction of Adjective Clothes يقول لي أستاذ كيف سوف أفتهم بين عدهن؟ إنه اثنين متشابهات، اثنين تنبيه الـ Reduction، لا لا واضحات واضحات مثل وضوح الشمس، كيف يعني واضحات مثل وضوح الشمس؟ هذا الموضوع بـ Who أداة الربط، هذاك ما بـ Who هذاك ما بـ Who هذاك بـ غير أدوات، هذا بـ Who لا تربط، هو طيب، إذن نكتب ملاحظة في موضوع الـ Reduction في موضوع الـ Reduction نكتب ملاحظة في موضوع الـ Reduction وهو عبارة عن تقليل جملة، هي شيء بشكل عام، وهو عبارة عن تقليل الجملة، اختصارها يعني في موضوع الـ Reduction نقوم ب حذف أداة الربط الفعل المساعد إن وجد نركز على هذه الملاحظة الفعل المساعد إن وجد إذا كان موجود الفعل المساعد لأن مرات ما عندي فعل المساعد ثم ثم نكمل باقي الجملة نجي الجملة الأولى طبعاً أنا عندي هو ونزلت الجملة صارت الجملة الثانية قالي حذفت وصار الحل كذا 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 يعني كل إشي ما سويت بس مجرد حذفت الأداة الربط وفعل المساعد حذفت صارت كل إشي ما سويت غير هاي ما عندي أنا adjectives can often be reduced to adjective phrase to no change in meaning والمعنى ما راح يتغير يقول لك عادي إحنا من نغير هذا الشي ترى المعنى ما راح يتغير إيش داي يقول لك هاي المعلومة إنه إذا إحنا سوينا هذا الشي ترى المعنى ما راح يتغير بس إيش داي يقول لك هاي المعلومة طيب فعلا المعنى ما راح يتغير على سبيل المثال The student who is talking to the teacher is from China الشخص اللي يتكلم مع المدرس هو من الصين The student talking to the teacher is from China نفس الشي كل فرق ما راح تغير كل فرق ما راح يتغير أنا جاكت في clause can be reduced أنا جاكت في phrase if clause began with him إذا بدت هذين الهو والويتش نقدر نستبدلها وذات يعني إحنا نحظ جملة إذا نقدر نستبدلها نقدر خارق دا خليه نعفع مثل ما هي The man who is wearing حذفنا The man who is wearing حذفنا Who is وخلينا الجملة مثل ما هي صارت لك صارت لك The man wearing The man wearing the gray suit He is the person who Who is حذفناها They are حذفناها ونفس الحجي كل شي ما راح نسوي ما راح نغير كل شي ما راح نحط إنجيل الفعل لا ينجيل الفعل ما راح نحطها في هذا الموضوع طيب نكتب ملاحظة نكتب ملاحظة نكتب ملاحظة بس أنت ممكن فعل تجيب اللي تحط لها انجيل يعني على سبيل المثال على سبيل المثال أنا عندها الجملة بها written نزلنا written مثل ما هي ما عابت بها كل شي هذي كنتب ملاحظة هذي كنتب ملاحظة إذن الهاز أحولها إلى having أي ملاحظة مهمة إذا جتني الهاز who have حذفت الwho خليت الهاز خليت الهاز خليت الهaving سويت الwho تتحول إلى ديلن يعني الديل هاي الديل حط لها آي أنجي بس مو كل هنطال أخوان يعني خلينا نركز مو كل هن خلينا آي أنجي عندك هاذ الديل هاي الأفعال لأن الأفعال يحط لها آي أنجي أما البقية الأفعال مثلا retin ذن ما ما رح نخلي لها عندك ذن أفعال محددة d إذا أجدت الهاز خليلها آي أنجي الصائف مثلا which is located آي هنا رح نخلي لها which رح نخليها بس located بس مجرد رح نعذف ال which رح نعذف ال is بينما located ما رح نضيف اله آي أنجي which is my favorite subject my favorite subject المساعد و أداة الربط و الفعل المساعد اللي وياها بس أداة الربط و فعل المساعد اللي وياها غير هاي ما عدي هذا تمرين عش 19 يقول صح و غلط أو صح حال خطأ عادي دكتور وليام فراي هو هو لكتشر آي أتند يقول هنا reduce the adjective close to phrase طبعا هنا أنا هحذف له نحن نحذف الأداة و الفعل المساعد هاي هنا who is يعني الأداة و فعل المساعد ما عندك فعل المساعد تحذف أس الأداة نفس الحج و نفس السياق ما عندنا أي شي جديد أي شي هنا هل نحذف ويتش فبالنسبة لهذا الموضوع إن شاء الله بسيط وما عندنا بي أي مشكلة هنا عندنا فالشي اسمه الناؤن close الناؤن close معناها بالعربية الجملة الإسمية طيب طبعا هذى الأدوات اللي نشوف هن قدامنا بالإنجليزي يسمونهن supportinating conjections supportinating conjections أو يسمونهن supportinator نفس الشيء ضروري جدا نحفظ هاي الأسماء يسمونهن supportinating conjections لأن الأدوات لازم نحفظها اللي هم هو و which will where will that then نقول how I how much هاي الأدوات كليتهن يسمونهن supportinating conjections طيب زين نكتب ملاحظة عندما نقول now and close يجب أن تحتوي هذه الجملة عندما نقول now and close يجب أن تحتوي هذه الجملة ترجمة نانسي قنقر حيثو يجب أن تحتوي now and close على supportinating conjections يجب أن تحتوي now and close على supportinating conjections with 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الشيء ما عندك إذا ما مستحيل تقدر تحصله إذا ما أنت عندك سببورتنييته موضوع إذا نظام ونزول بدون سببورتنييته موضوع معناها سببورتنييته موضوع من هي سببورتنييته موضوع لهو والواجه والبلابلا ولا هذة الشيئ طيب يقول لك بالكلام بإثناء الحديث يستخدمون الهوم أفر وأهم رحضة مهمة ما لا يحتاج هل أنت الشخص الذي الجملة الأولى هي ناون كلاوز والجملة الثانية هي آجكتبي كلاوز طيب شن الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية الجملة الثانية تعبر عن فكرة واحدة انا سمعت بأنك نجحت في الامتحان عفوا الاجكتبي كلاوز تعبر عن فكرة واحدة هل أنت الشخص الذي نجح في الامتحان هذه فكرة واحدة بس من أقول ناون كلاوز بهاي الصياب معناها فكرتين أنا سمعت هاي الفكرة الأولى أنك نجحت في الامتحان هاي في الامتحان إذن ناون كلاوز بها فكرتين الاجكتبي كلاوز بها فكرة واحدة مع العلم أني عندي ذات الجملة الأولى عندي ذات الجملة الثانية عندي ذات trabalhية للطبع أن الجملة الأولى بها فكرتين بالأضافة لأن الجملة الأولى بها فاعلين I hear you بينما هنا Are you- بس لم تكن يوجد فائل ثاني وذات الأ bilateral ما عندها فاعلين عندها فاعل واحد بينما الجملة الأولى يوجد الفائل إذن ناون كلاوز بها فاعلين متفكرتين ممكن فكرتين صعبة الن Quant بها فاعلين ممكن أن نقل فاعلين اي ويو أو ايفو اي ش هائ conheش ناو نبت . بس أجاكتف كلوز لا بيها بس فاعل واحد هاد الموضيع بسيطة نجي هنا يقول أكرر للتالي بكل بساطة نرجع عيد أجاكتفي كلوز بيها فاعل واحد الآن ونبت بيها فاعلين، اثنين بيها اثنيين عندي هذه القصة. حتى لو جاب لي قصة واني ما عارفتها. Why some very good students often fail? exam was recently studied by professor كذا كذا. أنا اجي على هذه الجملة الاولى. هنا غاني عندي some students. some very good students. هذا الفاعل الاول. was recently by professor irish foods connected to to that's right he can often offer underline the clause in the conversation. write N to above the sentence that contain down the clause. write A to above the sentence that contain adjective close. اللي هي now and close نخلي لها N. adjective close نخلي لها A. طيب. الجملة اللي بيها فاعلين nobody in the office whose car whose car is out. هذه الجملة. لا شخصا في المكتب الذي سيارته خارجا. يعني ماك شخص بالمكتب سيارة طيب. هذه الجملة now and close لو. جواب هاي جملة. adjective close. بيها فاعل واحد. اشخاص اللي سيارتهم. بس. ما عندي فاعلين. لو عندي فاعلين. لان قريد هاي. noun close. اذا هذي adjective close. هو بالامتحان يجيب لنا جملة بسيطة. يعني مول هالصعوبة هذي. حتى لو اجتنا عاد. انا باوع اللي قيت جملة بها فاعلا. راح اقول علي هذه adjective close. noun close. فاعل واحد هذه adjective close. بس. noun close as a subject of a sentence. طبعا معنى هذا الكلام. نكتب عليه ملاحظة. ملاحظة تقول. ملاحظة تقول في هذا الموضوع. المقصود به. المقصود به. المقصود به ان هنالك. اكثر من كلمة. ستحل محل الفاعل. المقصود precedentes. باب ملاحظة تقولновني. ال programm given lobby. ستحل ملاحظة تقول. على الحقوق. هنا اقصاد تقول. Instit witร اكتucht. مس وذر مدي باقي. debut حقوق � accessedault. شم preserve. طيب نكتب ملاحظة أخرى لقم اثنين ملاحظة رقم اثنين الملاحظة تبدأ على شكل سؤال ملاحظة تبدأ على شكل سؤال كيف نعرف ما هو الفاعل ملاحظة رقم اثنين كيف نعرف ما هو الفاعل طيب أي كلمة تأتي قبل الفاعل؟ أي كلمة تأتي قبل الفاعل؟ أو 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 الفاعل الرئيسي تسمى بفاعل طيب خلينا نوضح يقول لك هنا يقول لك ملاحظة ملاحظة إذن هذا الشكل قبل اللي هو الفاعل المساعد هذا هو الفاعل وهذا يسمونه النون كلوز نون كلوز هذا نون كلوز أو في سنتنس يعني هو نون كلوز كفاعل يعني جملة اسمية ولكن هي فاعل. جملة اسمية بها اكثر من اسم. جملة اسمية بها اكثر من اسم. Why they do in their free time is none of my business. اذا ال is هنا هي دليل على ان شوك وشو جاء قبلها. هذا هو الفاعل. حكت الجملة الثانية. الجملة الثانية انا عندي makes. makes. makes الفعل الرئيسي. اذا كل شي قبلها هذا هو الفاعل. حكت الجملة الثانية. approves. هذا الفعل الرئيسي. اذا كل شي قبلها. هذا هو الفاعل. The tensor of the verb in the noun clause must be logical relationship to the main verb. اه هي كما نحتاجها. طيب. نحن هنا. طبعا هذا اكيد. هذا نحن نقلل. نقول هنا. Underline the subject of the each sentence. هذا سواء كل شي حلو بسيط وسهل. يقول لك حدد لي الفاعل. وين الفاعل؟ أول السواء هي الفاعل. شون عرفناها ال is و was شوك الشي قبلها فاعل؟ نحن هنا. Her reason for being angry surprised me. هذا كلها الفاعل. ليش الفاعل لأن surprise هو الفعل الرئيسي. ما قلتها كان رائعاً إذن هذه كلها فاعل، لماذا؟ لأن الواصل فعل المساعد من عندي فعل المساعد أو فعل الرئيسي، شوكراً ما يأتي قبلها، هذا هو الفاعل من الذي تتبقى، لا يوجد أحد مني فاعل وإلى آخر حين هنا يقول انت وطالب ثاني اخف ادوار و يسوي محادثة، يعني هذا التمنين صراحة لا نحتاج هنا يقول restate each sentence using noun clause as a subject هذا سؤال حلو ومهم يقول عيد صياغة الجملة ولكن استخدم noun clause The president's destination was a secret Where the president was going was a secret هنا شخص Shannon's comment هذا يوجد يدير الشيء قبل الواصل فاعل الواصل فاعل المساعد ما يريد من عندي يريد من عندي أنني وأنتي الواصل من الضوء جملة اسمية كنت فاعل، يعني فاعل إلى أكثر من التجاعة Where the president was a secret Where the president went was a secret أينما ذهب الرئيس كان ذلك سراً هذا الأوقات ، وقت الوصف أيضاً سكره طيب ، يجي للتام في بدال التام ، سيقول لن وين عندما أراد الوصف عندما أراد الوصف الوصف الذي غادر فيه الرئيس كان سرا إذن أنا ضفت ببدال الوقت الوين حتى أخلي عندما حتى تكون جملة وصفية يعني حتى أسويها فاعل يعني مجرد أنا راح أصيغ من عندي فاعل ألف صيغة كلن صح أهم شيء تركيب مالتي يكون صحيح لا لاحقوا كل ناو نقلوز بيهن أدوات الربط الوير الوير اللي هنا عندنا why وين لأن كل ناو نقلوز فإحنا هنا لما نقول his elegance of the world affairs لا لازم أخلي وقت بشي غير عاقل مثلا إذا time أقول وين إذا مكان أقول وير أنا أضيف من عندي the leaders he will meet with makes everyone everyone nervous the leaders the people who he will meet الناس الذين أضيفه طبعا من عندي أنا ليش أضيفه دلالة على أنها now not closed لأنه إذا أنا ما عندي هذن الوين والوير هذن أدوات السؤال اللي استخدم هناك أدوات ربط طبعا نمو معنى هن عينة ومتى ولكن استخدام هنا هنا لأنه لا يمكن أن تستفهم فهو استخدام هنا بمعنى التي أو الذي هذن بمعنى يعني إذا ما عندي ما عندي ما عندي نمو معنى نمو معنى نمو معنى لأنه عندنا وين شي شوفنا عندنا وين هذا أيضا نقول with another student decide two different ways to complete هذا أيضا نقول انت الطالب ثاني اتشي تمارين ما ما تتجينا يعني أو مهمة ننظر الناغن clause ننظر as object of sentence حلو هسا ننغل الناغن clause كمفعول به نكتب مراحضة أيضا الناغن clause هي الجملة الإسمية طيب نجهزها على ال object of sentence نكتب عندنا مراحضة عندما نقول object of sentence فهذا يعني موسيقى المفصود به هو المفعول به هو المفعول به حيث يأتي بعد الفعل الرئيسي دائما يجينا بعد الفعل الرئيسي حسنا نأخذ مثال ونعرف يأتي بعد المفعول به مباشرة ويكون عبارة على أكثر من كلمة يعني يحتوي على أكثر من كلمة موسيقى موسيقى طيب أنا جاء هنا I don't know هذا نو هذا نو شين معناه؟ معناه يعرف فعل له اسم لا فعل إذن هذا اللي يجي وراها رح أقول لها يا بنت الحلال أنت نعنى ونقلوس مفعول به ليش مفعول به؟ لأنني جتني ورا الفعل مباشرة نفس الحال بكل حاجة ونفس السؤال بره أخذ التمارين أخر هنا يريد الأوبجكت المفعول به طيب the answer هي المفعول به ليش اللي جتني ورا الفعل I don't know the answer I like where she lives I like where she lives اللي هي المفعول به I can't tell you what the answer is هذا كل يتنى المفعول به هنا ونقلوس كمفعول به شون عرفتني لأنه جاء ورا الفعل I don't know him الضمير هم أيضا مفعول به أنا لا أعرفه بمعنى أنا لا أعرف علي مثلا أنا لا أعرف أحمد أنا لا أعرف فلان هذا فلان مفعول به بقاني فاعل يعرف فعل فلان مفعول به حتى لو استبدالت هذا الضمير فرص الشي I don't understand why understand يفهم الفعل الرئيسي هذا اللي يجي وراها رح أقول له أنا ابنت الحال لدي مفعول به I love their apartment their apartment مفعول به Do you remember what is her name هذا مفعول به لان جاء ورا الفعل remember لا يتذكر decide يقرر ايش هكو شي يجي وراها وهذا مفعول به هذر مفعول به I love it I love it I love it I love it أنا إريد أقوم وتكمله وتكمله أفعول به 3 weeks ago, a police officer stopped me and my roommate and we want to know where and we want to know where and we want to know where we are going where he is going to أين سيذهب بنا؟ و أراد أن تعرف أين نذهب أين نذهبون؟ الآن أنا ضفت بعد الواء طبعا أنا لو أريد أن أعرف كيف عرفت مفعل به الآن يعرف جاني وراء مفعل به و إذن هذا هو الـ object حتى أنا أسألني يسألني هذا الفعل الرئيسي يجب أن يأتينا وراء مفعل به يسألني فعل هنا يسألني فعل ناو يعرف ناو يعرف ناو يعرف السيد يقال فعل فعل يعني كل هن فعل طيب يعني هذا السؤال يجينا بالامتحان نجر لخط جوه مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا خلينا نقول مثلا 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 جملة وجر لي خط جوه يقل لي هاي جوه خط يقل لي هاي شنية object مفعول به فعل شنية جملة اسمية طيب راح يقل لي هاي ناو نكلوز شوني نوعها ريد النوع ماليته شوني مفعول به طبعا شو نعرفها من خلال الخطوات اللي احنا قلنا عليه من تكون بداية الجملة هي فاعلة من تكون بعد الفعل بداية الجملة راح تكون فاعل من تكون بعد الفعل الرئيسي اسك مي وهي السؤال هذا سميه مفعول به مفعول به لانجا وراء الفعل مباشرة راح ناخذ هاي سفد شي سمونا object of preposition طبعا هذان الموضوع مرتبطات وحده ببعضها ما اقدر افصله وريد اشرحه بطريقة متواصلة ما اريد اقطع به ابدا ليش لانه لانه فهمه اذا كان متباعد يعني تفهم موضوع اليوم مباشر موضوع راح تخربط وضعه فلازم يشرحه حتى يشرحه حتى يكون متفصيلي حتى تفهم الفكرة انه تربطه مع بعض حسنا اخذنا ولازم يعيج بهم كلهم حتى نقدر نروفهم اخذنا المفعول noun close جملة الاسمية كفاعل وقلنا تجي بالبداية واخذنا noun close كمفعول به وقلنا تجي وين بالنهاية بعد الفعل الرئيسي حسنا راح ناخذ noun close الجملة الاسمية object of preposition مفعول به لحرف الجارب طيب شنو معنى مفعول به لحرف الجارب اهنا كلش سهله راح نلقى قبل الموضوع فمثلا منها اقول ان معناها في انها حرف جارب اذا هذا اللي اجي وراها راح اقول لها السلام عليكم راح تقول لي وعليكم السلام راح تقول لي انتي ناون close object of preposition مفعول به نفس الحالة حرف جارب ايضا نجا وراها اوان حرف جارب ايضا نجاني وراها نفس الحالة هنا يعني موضوع اخوان جدا 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 بسيط جدا بسيط حرف الجارب اللي يجيني وراه حرف الجارب راح اقول عليها ناون close هاي ناون close شين هي ناون close as object of preposition حرف الجارب مفعول به حرف الجارب طيب بس لا ننسى ملاحظة جدا مهمة حسنا لو قرأنا ذنني كل هنو نلقى بيهن ادوات الربط وطفا هاو الوات لنن كنها ادوات الربط لليهن ادوات السؤال ويستخدمن لأدوات الربط في وسط الجملة حلو الان لو اجت على هاي الجملة هذه جملة مليها لا تبغي مختلفة فقط أضع لها واحدة من هذه الأدوات مثلاً كانت تنظر إلى رسمتي كانت تنظر إلى ما تقوم بعمل كانت تنظر إلى ما كنت أفعل بها من ضفت وقت صارت هنا نوع كلاس عن حرم كلاس نوع كلاس و Thağt far objective preposition as meaning ols تكملة الصفة طيب شنو معنى تكملة الصفة تكملة الصفة تكملة الصفة الآن عندنا في هذا الموضوع يسمونه تكملة الصفة شنو معنى تكملة الصفة خلينا نكتب عنه ولاحظ في تكون الكلمة طيب مكتب بلاحظة في هذا الموضوع يحتوي على سوف نجد سوف نجد وصف 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 تكميلي وصف تكميلي للصفة وصف تكميلي للصفة يعني نكمل معنى الصفة نكمل معنى الجملة سوف نجد طيب مثال على في الصفة يعني أوصفت الحكي أو خبرت الحكي حتى أوصف حتى أكمل المعنى أنا متأكد طيب متأكد بيش متأكد بيش وصف تكميلي أنا متأكد بيش أنها تتكلم لك وصف تكميلي وصف تكميلي وصف تكميلي جون تتكلم على كل أكسام أنا متأكد بيش أن جون تتكلم على كل أكسام أنا متأكد بيش أنه جون يعجش بكل الامتحانات طيب الآن ماذا تتكلم لي؟ ضيف لهذا الكلام بالأخير طبعاً أقدر أضيف هذا الحكي حتى بالبداية أقول نحن 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 عارفين that he always denies it نحن متأكدين بأنه دائماً يأجل الامتحان طيب الآن إذن بهذا التمرين هذا الحكي لازم هذه المعلومة نضيفها بالبداية وبعدها نحن نحط ذات من عدنا لماذا؟ أنا أود أن نصير على ذات ربك و هذا الكلام دائماً دائماً بمقدمة هذا الموضوع دائماً بمقدمة أنا متأكد أنا عارف أنا مقتنع أنا كذا أنا كذا بأنّ ذات حط لها ذات وياه يعني بمعنى مثلاً I am afraid I am afraid that he is going to be very stupid أنا أخايف أنه يكون يكون جداً I am going to be very أنا متأكد بأنك أنت راح تكون جداً متفاجئة أنا متأكد بأنك راح تتفاجأ جداً أنا تتفاجأ بشكل كبير جداً إذن I am afraid that أنا خليت ذات من عندي أنا خليت ذات من عندي أنا خليت ذات من عندي لأنه دائماً خليت ذات أصلاً ما راح يكون عندي noun close بالنسبة لموضوع الـ other words the noun close هذا يعني الفكرة مالتاة أنه لما رات تجيني whoever whenever وهذه من تجيني تعتبر noun close ما عليها كله التركيز بس مثلاً I will invite whoever whoever shows whichever however whenever هذا أيضاً تعتبر نسميها احنا noun close فإذا أجاب لي خط جواه أقول لي يابا ترى هذه noun close ترى هذه noun close ما بيها أي شيء جديد يعني نفس النظام حسناً بس خلينا نشوف بقى عدنا إلى شيء بهذا هذا هذا آخر شيء we are that noun close with that we assume our son was sick هذا يعني يعني يعيد لك بيهن هي that بأنه هي noun close بالامتحان بالامتحان دائماً الأساتذة يجيب لك جملة ويقول لك أريدك تطلع لي نوع noun close شوني نوعها نطينا أنواع noun close الجملة الإسمية لأنواع شوني أنواعها as a subject كفاعل كمفعول به كobject preposition كصفة تكميرة الصفة object complement لأن كل نحفظها كلهم كل نحفظها ونركز عليهم ونحفظ عليهم أمثل نحفظ عليهم أمثل طبعاً هذا الموضوع subject or form هذا موضوع شوية ممثل هذا الأشياء أخذنا أشياء جديدة لا أريد ندخل بها حتى لا يصبح خربطة بالمواضيع هذا الموضوع الذي جرحته موضوع مترابط وناس ترتبطوا بناس وملاحظاتنا قاها سوية ونحفظت 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 ترجمة نانسي قنقر